نسبة اكمل بس لو زمعتم النسبة للبايو كان عددهم في اولي ثمانين النهاردة حصل مشكلة في العباسية عندك الدكتور هيمن بشير في حوالي اربعين واحد او خمسة عدون احد احضاروش هناك فضم هنا بصورة مفاجئة كده فاضطروا يطلعوا هم فول ان القاع فول اكبر احنا عددنا حوالي مية الى حد ما اعادنا والقاع فيها حوالي مية وخمسة كلام ده النهاردة بس من اول المرة جاية عادة في عدنا الطبيعي في نستحمل بعض النهاردة بس ان الحصة مهمة جدا عادي اول حاجة مهمة حصة النهاردة واللي جاية واللي بعدها واللي بعدها لهم الاربع حصص اللي فاضين في البروتوزور هم اهم اربع حصص في المنهة كلهم فارقوك او الظروف وحشة بن يزحمة بن يحر استحمل النهاردة والمرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها عادي الاتزام تام لذول اهم اربع حصص في الدرجات بتاعك بايس؟ من اول النهار احنا قبل كده مش هينفعان اتكلم معاكم لو سمحتوا من فضلكم الشباب اللي قدامينا لو سمحتوا انبصوا لي انا احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها يعني مخلوقات في البروتوزوة تمشي بالفلاجيلة بالمناسبة قبل ما خلص كمال قبل ما ابدأ قصدي المذكرة في ايدك دي لحد اخر يعني بجي فارتو بس لا دي اتنين وثلاثة مع بعض يعني دي لحد اخر البروتوزوة نقصلك واحدة بس ان شاء الله حشرها بعد يوم ببقى كده انا خلص والعمل ان شاء الله هنبدأوا من يوم اربعة من يوم ستة اربعة من يوم ستة اربعة بازن الله هنبدأ عمل بتاعنا لمدة شهر ده كاترة انا سمحتوا من احيان انفضلوك اتكيز معايا بقى انا قلت كلمة في الاول انا قلت حاجة اسمها فلاجيلات قبل كده في الحصة اللي فاتت حد فاكر يعني ايه فلاجيلات يعني مخلوقات بيتمشي بالفلاجيلة اللي هي الكرابيجة ولا الأسوار خدنا منها اتنين الحصة اللي فاتت واحد سميناها انتستاين الفلاجيلات والتاني سميناها يوروجينتال فلاجيلات انتستاينال دي كان مين ابو تمانية فلاجيلة لشبه الوش ده جيارديا لم وعشان بهش في الانتستان سميناها انتستاينال فلاجيلات خدنا واحد تاني بخمسة فلاجيلة بس فاكرين أربعة فريل قدام واحد عامل ممبرين كده ايه لورا وبيعيش في الفجاينة وبيعيش في اليوروجينتالسيستم بصفة عامة فسميناه ايه لا سميناه يوروجينتال فلاجليت اللي هو ترايكمونس فجاينالس يبقى احنا خدنا اتنين فلاجليتس في حياتنا بس واحد انستاينل والتاني يا دكتور يوروجينتالب واحد جيارديا والتاني ترايكمونس فجاينالس النهاردة برضو بنبدأ اتنين فلاجليتس كمان مخلوقين كمان جودات في البروتوزوة بيمشوا عن طريق الفلاجليت بس بيعيشوا في دم العيان ومن الدم بياخدهم من يعني اللي بتيشوا زبوت عيدنا عشان كده بنسمي المخلوقين دول هيموفلاجليتس هالك كلمة تفاهمت؟ هيموفلاجليتس لبنا عندي انستاينل فلاجليت عشان تفهم في الامتحان لا بنجيبش اسمها البرازايتس بنسألك اسم العام ده يقولك ارسملي يقصد مين ده؟ البيار طب وان فاجينل او وان يورو جينتل يبقى طب وان هيموفلاجليتس يبقى واحد من بتوعهم نهاردة صح وده لا؟ هم اتنين واحد اسمه لشمانيا بشورو بتاع نهاردة والتانية بتاع الحصة جاية ان شاء الله اسمه تريبانوسو يبقى هم اتنين هيموفلاجليتس بلد انتشو فلاجليتس انتا كده معايا؟ بتاع النهار ده اسمه ايه؟ لشمانيا هو بتاع المرة جاي اسمه تريبانوسومة ولا كأنك سمعت عن نهاردة احنا النهاردة بس لشمانيا طيب الاتنين دول ليهم عائل وسيط اول جزء في الحصة ما انا بتكلم فيه ده هو اهم حتة فيها ففليك معايا؟ هل احنا اخدنا انترميديا توصد في اي حاجة بالنفاته في البروتوزول؟ ما اخدناش من اول النهاردة لحد اخر البروتوزول هنلاقي عائل وسيط والعائل الوسيط ده عبارة عن حشرة يعني ماشي؟ والحشرة دي بتعود العيان وتحقينه مع العبدة بالصلايبة بتاعتها اللي يبقى النهاردة فيه عائل اساسي اللي هو البناء ادم طبيعي فيه عائل وسيط اللي هو الحشرة وفيه موضف انفكشن اللي هو العبدة صح ولا لا؟ سهل الكلام اهو عندنا كمان حاجة اسمها ريزيرفوار هوست فاكرين ده مين ده؟ يعني اي حيوان اخر ينفع تفليتف غير البناء ادم قاعدة عامة الكلاب والفران فيه كل الليشمانيا والتريبانوسومة وكل الجزء التاع البروتوزول اللي جايه الكلب والفار او الدوجو والرودنس الرودنس اللي هي القوارض بصفة عامة زي الفراجل فاهمين؟ يبقى مين ده فينتيب روست النهاردة؟ رغم الزحمة والقرف ده انا عايزك تحفظ معي النهاردة زي ما الناس في الجروب التانية اكتبعي تنصر حفظه الحصة سمعوها اخر الحصة لو سمحت مين يا جماعة النهاردة فينتيب هوست؟ المن لوحده طب مين الريزيرفوار اللي زيه؟ الكلب والرودن طب مين عائل وسيط؟ ده فيكتور حشرة طب بتنقل العدوى ازاي؟ عن صريق البيت يبقى يا الحشرة دي اسمها ايه؟ اسمها الزبابة الرملية علشان هي ولد دبانة مش ناموسة بده هناخد طرعة الفارة بينهم في حشرة ده التفصيل ثاني حاجة بتعيش في الصحرة باستمرار في الصحاري المناطة اللي فيها ايه؟ صحرة ورملة كتير عشان كده بتحور لونها بيبقى لون الرملة بالزبط عشان تختفي من اعدادها فبنسميها الساند فلاي ساند فلاي فيميل بالتحديد لازم الفيميل وايس؟ زي ما اخدنا في الوجرال يا بانكروفتي لو اخر جزء في الترم الاول في الهيلاريات كان عندي برضو النموس بين الايه؟ العدوى كان لازم الفيميل شمعنى؟ عشان الفيميل هي اللي بتاعها بلد فبالتالي لازم تعدك عشان تاخد دمك وهي بتعدك بتحقينك بالانفكتر استيج نفس الكلام ينطبق على مين؟ على الساند فلاي الميل بتاع الساند فلاي نباتي ما بيمسش دم بيعضي مصمس في النباتات وخلاص انما الفيميل هي اللي بتعده وتمس دمي يبقى هيدا لازم رصبا عنها مجبرة تتطفى على البناء دم وتعده وتمس دمه وتحقينه بالانفكتر استيج يبقى لو قالك في الامتحان مص الدرجة على كلمة ومصها الاخر على كلمة فيميل يبقى دميديا عليها اداية كبيرة مهمة جدا جدا وسعب بديجي سؤال انتربريت ليه الميل؟ لأ عشان الماوس برض بتاع تلميل ملاقاش دعوة بالبلاد خاص طيب حلوة ده احنا قلنا الليشمانيا ريزيرفور هوست طيب يا الليشمانيا دي يبقى لك معاية ركس ان دي مهمة اول انا اقول كلام مش في الوقت الليشمانيا دي لها سؤال في الامتحان باستمرار لو سمحت اعمللي يا لها انواع؟ اه لها انواع طيب اسموه على حسب ايه الليشمانيا دي على حسب مكان الاصابة في جسم العينين يعني في الاشمانيا مثلا بتصيب الليفر والسبلين والبون مارو واللمف نوتس مين دول؟ ريتيكلو اندوثيليا سيستم الجهاز المناعي بتاع حضرتك اللي هو جوا مكروفاج ده جهاز كبير اسمه ايه؟ ريتيكلو اندوثيليا سيستم في جنود جوا الارجنز دي بتحارب الايه؟ الارجنزم اللي اسمها تيشو مكروفاج هي تيشو مكروفاج مكافته غيره لسه في السن كان شافه كده وفي الدمك اسمها ايه؟ موضلات مونوسايتس صح ولا لا؟ يبقى الهابتات بتاعنا يا شباب النهاردة قاعد جوا هذه المكروفاج جوا الارجنز دي طب النوع بتاع الليشمانيا اللي بيصيب الفيسرا دي يبقى المرض اسمه ايه؟ فيسرال فيسرال النوع التاني من الليشمانيا برضو بيصيب المكروفاج بس المكروفاج بس يبقى الليشمانيا بصفة عامة بيطارجة مين؟ المكروفاج بس نوع منها بيطارجة المكروفاج اللي في الفيسرا فبسمي المرض فيسرا الليشمانياس النوع الاخر بيطارجة المكروفاج اللي في الجلد بالتحديد فبسمي المرض كيوتينياس الليشمانياس في مدونيو اللي لا عايز الصفحة اللي هي رقم اربعة وستين دي في دهرها الصفحة البيضة بقى اكتب لي عنوان كل نص كده الليشمانيا 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 شباب قزمناها الى ثلاث انواع حسب مكان الاصابة الليشمانيا يعني طلع من الليشمانيا ديا ثلاث ادفن اثنين ثلاثة في ثلاث اماكن مختلفة حيتم فيهم الاصابة انا قلت مكانين منهم بيئمة الفيسرا بيئمة الجلمة صح وده لابت طيب يبقى النوع الاول دهو رقم واحد هيصيب اللي هو والحاجات دي كلها فسرة فبسم المرض يكتب ياله فيسرال ليشمانيزز فيسرال ليشمانيزز ادي اول نوع النوع التاني بيصيب المكروفاش بتاعت الجلد بس ويعمل قرحة مطرح العبدة وبس يبقى المرض التاني اسمه ايه تقولوا باها يوتينيس ليشمانيز يوتينيس ليشمانيزز نوع التالت بقى لو سمحت ان اركز معايا ثانية واحدة بصين انا ثانية واحدة النوع التالت ده بيبدأ زي تالي بالظلد يعني مطرح العرضة تروح الليشمانيا داخلة في الماكرهور تحت الجلد وتعمل القرحة ياه اللي حصلت هنا هون في الكيوتينيس بينتهي المرض عند الحد ده قرحة وتخف وتسيب اسكار مكانها وخلاص زي ما اسرح بالتفصيل ان شاء الله انما في النوع التالت النوع التالت من الشمانيا عنيف جدا عنيف في ايه في افرازاته اللي اسمها لما بيعمل القرحة في الجلد ما بيسكتش على كده بيفضل يزود في الإفرازات فيحصل ان القرحة تبقى ايه طيبر تخش جامد اقوف خدك كده مطرح العرضة وبعدين كمان شوية كده شهرين عادي ولا شهرين تليقى راح تدخلى جوه بقك وكلت الميوكاس مبريم من جوه كلت من جوه كمان يعني عينين اللي عندهم المرض التالت ده تبص في وشه تخده كده تشوف سنانه اللي جوه بقه تشوفها من بره يعني بقى خده فيه خرم يبقى المخلوق التالت ده بياكل الجلد فقط ولا بياكل معاه يبقى المرض التالت ده يبقى المرض التالت ده ولا ميوكو كيوتينيس ميوكو كيوتينيس ده النوع عقم ثلاثة ميوكو كيوتينيس نشمانيس يبقى عشان نحفظ بواس النهارده المشمانية تالت انواع حسب مكان ايه شباب والنبي عشان بس ارتاح نفسين كده ورا يرده علي حسب مكان ايه اصابة في جسم العيان لو جات في العلم دي اللي هي البصرة بتاعتنا يبقى المرض اسمه ايه بصر لشمانيس طب لو جات في الجلد وفت على كده كيوتينيس دي ارحم نوع طب لو جات في الجلد وخرمت الجلد ودخلت كالة مين كمان يبقى اسم المرض يا شباب ايه ليش مانيس طب حلو قدين حفظنا تلات اسماء المعارضة اهو ماذا في شرحة تلات امراض يعني طيب ثم بعد كده عملوا صغيرة طلعوا اسهم من هنا ومن هنا ومن هنا على حسب ايه على حسب التوزيع الجغرافي المراضي يعني اول تأسيمة تاني تأسيمة هل في حد فينا سمع عن حاجة اسماء العالم القديم والعالم الحديث؟ قبرات العالم القديم والحديث؟ طب مين القديم دول؟ مين الجديد دول؟ حلوة اول لقوا ايه ان اسماء البرازايتس جاست اسماء بس اللي عندنا احنا في العالم القديم مختلف عن اسماء البرازايتس اللي عندهم هناك في العالم الحديث قالك ايه هم مين اكتشف الفيسرا الاشمانيزز. عالم اسمه لشمن دونوفان. عشان كlardan ما هو كل emperor على اسمه لشmäنيزز او لشما Mateo. اسمه او الراجل? قلت? لشمان دونوان.. راح مقط بلزجة اللي بيعمل فيسرا لشمانيز على اسم الراجل. لشمانية دو نو فيني. لشمانية دونوفاني. طيب. لشمانيا الحديث لها اسماء. عندنا احنا في العالم القديم بنسميهم ايه? لشمانيا دونوفاني دو نوفاني. يا سلاح. اه اسماء كده. لشمانيا دونوفاني زي بالزبط هي دروفسي دروفس. لشمانيا دونوفاني دونوفاني. نوع تاني اسمه لشمانيا دونوفاني. ان فان تم. عشان بتصيب الاطفال اكتر. يبقى لشمانيا دونوفاني هي المستدبة ايه دكتور? عندنا في العالم القديم لها اسماء لشمانيا دونوفاني دونوفاني ولشمانيا دونوفاني انتانتا. لو عندهم في العالم الحديث في الامريكاتين سموها ايه? لشمانيا دونوفاني شي جازي. شي جازي ده برضو نسبة اللي عالي باسمه تشي جاز. هناخد له مرض مهم جدا الحسة اللي جاية ان شاء الله. يبقى احنا عندنا يا شباب اول تقسيمة قسمنا اللي شمانيا حسب الهابيتات بتاعها. او حسب مكان الاصابة. لو عندنا في الفيسرا يبقى المرض اسمه ايه? يابني لازم تحفظ معي النهاردة. كيش وقت تزاكر اساسة تحفظ النهاردة. الفيسرا ليشمانيا دونوفاني. طب جلد بس كيوتينيوس. جلدو من برندو من دوة ميوتو كيوتينيوس. طيب. جينا قسمنا بقى عندنا اسمهم ايه? وعندهم اسمها ايه? بتاعت الفيسرا دي. مبدئيا بصفة عامة. بتاعت الفيسرا اللي اسمها ليشمانيا ايه? دونوفاني. طيب. الصب سبيش اسبق. ليشمانيا دونوفاني دونوفاني. وانفانتم دول بتوعنا حتى. العالم القديم. طيب بطاعتهم اسمها ايه? ليشمانيا دونوفاني شرد. صب? يا دكتور هلدي ويدي ويدي مختلفين عن بعض. للتلاتة كوبية من بعض في البيهيفيور في الجسم. يعني مرض واحدة. هنا بقى الاخبار بالكيوتينيوس. اسمهم ايه عندنا في العالم القديم? واسمهم ايه هناك في العالم الحديث. هنا برضو. في الاولد وورلد. وهنا في النيو وورلد. في الاولد وورلد. لا واحدة اسمها ليشمانيا ميجور. والتانية سموها ليشمانيا تروبيكا. كان اسمها بس الوقت يبقى التروبيكا. والتالتة اسمها ليشمانيا? ايه في يوبيكا ايه. عشان ما منتشرف اكتر في اسيو. على فكرة اسمها كلها بتدل على الحاجات. اقول ايه اونا اشيغال دلوقتي. ايه معروفة طبعا. عشان ما منتشرفين? في اسيو. طب ايه تروبيكا دي? عشان ما منتشرف التروبيكا لو وصب تروبيكا الاريا. اللي هي ايه? اماكن الاروند تفضل السؤال. ايه ميجور دي? حقولناك بقى ساعتها في البصورج. ايه ميجور? ليه جامدة? طيب الليشمانيا بتاعت الجل عندهم في العالم الحديث سموها ايه? ليشمانيا. ميكسي كان عشان موجودة فيني يا دكتور. في المسي. طيب. المرض الاخير اللي بيخرم وشك خالص ده وياكل ميوكس بتاعت. ويعمل خرم في الخد. يعني رايح جاي كده. ده اسمه ايه? من ساتر الربين علينا انه لم يكتشف الا في العالم الحديث بس. مبيش منه عندنا. يبقى طلع منه ساهمين اراخر اذا ساهم واحد. ساهم واحد. ساهم واحد ايه ايه. يو. والتكوف البرازيين. بسموها ليشمانيا? برازيليانسيز. ليشمانيا برازيليانسيز او برازيليانسيز. ايه عم ما يسمى تقسيمتين في بعض. التقسيمة الكبيرة حسب مكان الاصابة. والتقسيمة الصغيرة حسب التوزيع الجغرافي. اقولها المرة يكيله بسرعة. حسب مكان الاصابة. لو في البصرة بتاعتنا اللي هي بتاعت الريتيكلون دفليال سيستم. يبقى المرض اسمه ايه? بصرة مشمانيا. لو جلد بل? جلد بل. لو جلد بل يبس ممبر؟ جلد بل. طب. التقسيمة بقى التحتانية بتاعت التوزيع الجغرافي. بتاعت البصرة دي اسمها على اسم الراجل بتاعها. طب ايه عندنا? وعندهم طب بتاعت الجنة عندنا اسموه ايه? عندهم هناك اسمها. دي عندهم بس الحمد لله. اسمها ايه? شرح كله. الوقت كله ايه انا هيتاخد في الحصة في شرح الفيزة بشمال. اول ده جفير ربي كتير. هتلاقي بقى ده كلمة واحدة زيادة. ده كلمة واحدة زيادة. يعني اول ما ده يخلص حصة كلها براية اخفاص. نمسح بقى ده ونخش على الفيزة الليش من ده. اشتركوا في القناة. فيسرال ديش مانيهES. دي اول مرة فيaines تكتشف خليك معاين وصيك من الباب هما هيتصرفه. خليك معاين بقى. عايش يا جماعة الكورس الطويل ده شروه شوية كده. بس تفضل يا الترجمة الهندي بتاعتها. لانه اول مرة يكتشف. بس يا ابني. اول مرة يكتشف المرض ده كان في الهند. فسموها دي ترجمة الهندي لكلمة كالا ازار. سمعتوا على كلمة كده? كالا ازار. ساعتي يسمى المرض ده بلاك فيبر. ممكن تبصيلي بصة. وده سوى الان في البريت. مطرح الحشرة ما بتعط العيان طبعا بتحينه بالبرازعيد فيجيله اللي هي فاهم. فاكل فاهم? اه. اولها ايه? فيبر. اسمعني بقى ايه بلاك دي. لان يا دكتور مطرح العضة انا عامل اشعر على وشي ليه? عشان هي ده همين بتعطي في اللي هو الوش والاطراف. مطرح ما بتعطي الحشرة دي بتاكتف العضة نفسها بتزود القدرة بتاعة الملانوسايتز. عشونها دي? فبتفرز شوية من زيادة. فمطرح العضة بيسود شوية. فسمو المرض بلاك فيبر. يبدوني ادي تفسير كلمة بلاك فيبر وكلمة كالا ازار هي الترجمة الهندية. طيب زي ما اتفقنا. مين ديفينيتف هوست? لوحده مش غيره مان. طيب مين رزرفور معاه? والروزنس. طيب حلو قوي. مين عالي الوسيط? الفيكتور اللي اسمها? بس ده مش اسم علمي على فكرة. يعني فعش نكتوب في المتحان كده لازم نكتب اسمها العلم الحقيقي. اسمها عندنا احنا في العالم القديم فليب بوتوماس. تحت خلص اخر الصفحة في صفحة اربعة وستين. فليب بوتوماس. اسمها عندهم في العالم الحديث لوت زومايا. اسمها يا شباب? لوت زومايا. عشت اسمها بايخة بس نحفظوا صباح ما عاردين اهو. عندنا اسمها ايه? فليب بوتوماس. عندهم اسمها لوت زومايا وهي هي. هي هي بالزرط بس بتاعتهم بتبقى اغمة سنة من بتاعتنا. يعني احنا اصفر فاتح. عندهم هي اصفر ده ما داخل على بلني كده. لكن هي نفس الحشرة بالزرط. طيب. الحشرة اسمع بقى. انا حتى الان لسه ما رسمتش المورفولج بتاع النهاردة. والجميل فيه ان هو رسمتين قد كده هو. ايه ما هنحطون اهو? فيش رسم كتير عشان مسالته والحاجات دي الحمد لله. ولا سايكلوا بتاعي. انا كله هيبقى شرحة بس بعد رسمتين. انا الاول. هقول لك على شوات مستوحات في منتقى اهمية. حتة دي في منتقى اهمية في الحصة. ركز بقى وحاسم رسمة مش عندك في الورق. فانت مورق خالص. خاليك معاينة. الحصة اللي فاتت انا رسمت برزايت كده هو اسمه بتاع النجليريا. كانت لحاجة اسمها اللي تيجي تلنخة عطوم الحمام السباحة. والغطس ونروح ميتين في خمس تيام. كان لها كان اولا شكلها كده بيرت شيب. وكان عندها نيوكليس. وفيها ايه ده? كريوسون. وكان عندها اتنين. اتنين ايه طراعين كده? اتنين فلاجل. ادي واحد. وادي التاني. مش كده? كاتبالك من اول يوم اشتغلت معك في البروتوزوة الحد النهاردة. انا برسم الفلاجلوم خالج من كالكوعة سودة كده. يعني عمر رسمت الفلاجلوم خالج كده. ما نفعش. دايما خالج من اورجن تخين كده اسود. اسمعني بقى. الارجن ده يا دكتور. التخين الاسود ده اسمه كاي نيتو بلاست. اسمع عشان دي حتة في منتهى الاهمية. هتفهمها? هترتاح جدا في الحصواتين اللي جايين. اسمه ايه الاورجن? اللي خارج منه فلاجلوم ده? كايهيتو بلاست. هذا الاورجن لما بنعمل عليه فوكس بالالكتروميكروسكوب ومكبره ما يطلعش نقطة واحدة كده. بيطلع نقطة وجنبيها شرطة كده. يعني كل واحد من دول عبارة عن كالكوعة وجنبيها شرطة. الشرطة ديها دكتور انت عارفها. او عارف اسمها على قل. اسمها بارة فيزل بضل. اسمها يا شباب? بارة فيزل بضل. النقطة بقى تسموها اسم تاني. تسموها بليه فرو بلاست. ما تدورش في الوقت خليك معي انا. بترك مش الوقت الكلام. خليك معي انا. طيب ماشي. خليك معي بس. انا قلت دلوقتي الارجن اللي خارج منه الفلاجلوم. عبارة عن نقطة وشرطة. الشرطة اسمها ايه? بارة فيزل بضل. والنقطة الارجن بقى المباشر ده اسمه ايه? بليفرو بلاست. دول على بعضيهم بيبانه نقطة وشرطة لو انا مستخدم ميكروسكوب عظيم. الالكترونيك. لكن ميكروسكوب بتاعنا عاج بتاع المعمل اللي اسمه ليف ميكروسكوب. يجيبها نقطة واخد حينه كده وخلاص. صح? لو اسموها على بعضه. يعني انا ممكن اخد ايه دكتور. خوص بيدي كده وديا. على بعضيهم كده الاتنين دول اسموهم? كاينيتو بلاست. يبقى ده كاينيتو بلاست. اللي هو الارجن اللي خارج منه الفلاجيلم. is differentiated into two parts اللي هم مين ومين؟ بارا بزل بادي انت بليفرو بلاست. هسألك سواء تاني. الفلاجيلم نفسه بقى. اللي هو ده او ده. حتة واحدة؟ الفلاجيلم الواحد. حتة واحدة ولا حتتين؟ حتتين. اللي هم مين ومين بقى؟. الحتة اللي جوه السايتو بلاست الوزعة دي. والحتة العظيمة اللي هي اهم حتة فيه اللي برا السايتو بلاست. صح ولا لا؟ الحتة القصيرة اللي جوه ديا اسمها رايزو بلاست. او سعب يسموها اجزو نيم وده اسمين مش مهمين خالص. لكن الحتة اللي برا ديا هي شغل النهاردة كله. الاكسترات سايتو بلاست مكبارت وفلاجيلم اسمها ماستيجوت. اهو الكلمة دي النهاردة هي قلب النهاردة كله المرة الجاية. كلمة ايه؟ ماستيجوت. يبقى لو قلت ماستيجوت يساوي ايه؟ تقولي اكسترات سايتو بلاست مكبارت او فلاجيلم. ايه الكونكلوجين بتاع رسماليا؟ ان الفلاجيلم يا شباب خارج من اورجين مهم قوي. اسمه كاينيتو بلاست. لكن ده مش حتة واحدة. ده differentiated into شرطة ونقطة. الشرطة اسمها برابيز البر والنقطة اسمها بديفر بلاست. على بعض اسمهم جاينيتو بلاست. طيب. الفلاجينلم ده حتة جوه هيت. وصيارة. وحتة بره طويلة قوي. الوصيارة اسمها ايه? خليك في البيتاع لفوق ده. رايزو بلاست. والطويلة الخطيرة اسمها ايه? مستيبوت. اسمع بقى. طبعا ده شكل خالص ده ده جوزة انا بشرح لك اسمات. مين بقى الشكل التعام نهارضة? انا حرسمو لك وانت الكل. دكتور. هم شكلين. ده الشكل رقم واحدة اهو. مستيلي كده? سيبك من ورق خالص بقول. ده راسم في جد التعام نهارضة. عند واحدة بكس كبيرة اوي وفيها كريسوم تخين اوي. بس استيلي النيوكلياس برضو. هتفاكر الكلمة دي? يعني ايه? في زيكلة. يعني ما هياش كومبت. يعني ما هياش ايه? الكريسوم مش افر النيوكلياس كلها. في سبيس بينه وبنيوكلياس. عادي يعني البتاع اوبل وحجمه حوالي خمسة مايكرو میتر وعند نيوكليس في كريسوم. قولي بقى ايه دي? ايه الشرطة دي? بره ايه? بره ايه وره. طب وليه النقطة دي? طب يا دكتور وايه الشرطة دي كمان? صح? بس خلاص خلص الفلسات. انا بقى هحط له ايه? شوية السيطة وبلادهم بتوعهم عشان ما يزعج. وكده خلصت. هدي اول شكل من شكلي بس اتنين بتوع النهاردة. هزا المخلوق ما عندوش ايه? انا عايز كلمة. ما عندوش ايه? مستيجوت. مالوش دي. صح? عندو كل حاجة معادة المستيجوت. عشان كده بنسميه يعني معزوم المستيجوت. ادي اول شكل عندي. اه? مستيجوت فورم لوحة حجمه خمسة مايكرون اوبل انشير. لما يترسم في الامتحان ده ليه بيانات ولا لا? مليان بيانات واحدة تقول لقوبة ايه دي? هتقول لي نيوكلس حكتلي بقى قال ده كلمة. يلا اكتب ارسم اراي بقى. ارسم الرسمة دي ده واحدة على جنب دي اللي هي الامستيجوت. ادي الشكل الاولاني من بتوع النهاردة. مهم اقوي الرسمة دي النهاردة وحصة اللي جايزة. واحد هنقول له اوبل انشير. وحنشاور عن نيوكلس ونكتب ايه? سينجل فيزيكولر. نيوكلس وز لارج سنترل كاريوسوم. النقطة والشرطة والشرطة. ايه هم اسماء? ايه. الشرطة اللي بالعرض دي. اولها بالطول الاول. اللي هي البرابيزل باد. بارابيزل باد. وايه النقطة دي? بليفرو بلاست. وايه الشرطة دي? رايزوبلاست. بس كده. ادي بيانات الشكل الاولان. خمسة ميكورون عند نيوكلس كبيرة فيها لكنها سنترل كاريوسوم. لكنها ستيل بيزيكولر. عنده بارابيزل بادي. وعنده بليفرو بلاست. هو انا ادبته لو خدت قوز كده وجمعت لك البارابيزل بادي بليفرو بلاست على بعض. تكتيب لي حرف الايه? ايه? ايه? قيميت بلاست. فاهمين انا كاتب ايه حروف دي? طيب. والحتة اللي عشان كده بس امين اماستيجوت. لو سمحت حتة الجاية دي اللي هقولها مهمة جدا. الناس اللي بتلسم تبطر رسم ثلاثين ثانية. ما انا مش همسخ خلص انا حط رسمة جنبانا هونكم بكله بقى ارامية وبس. اسمعني بقى. هو لاخ ده ليه اماستيجوت? هل هو عاجز ان يطلع اماستيجوت بتاعه? لا. ده لما ربنا بتديره بارابيزل بليفرو بلاست ورائزو بلاست? يبقى هو عنده القدرة انه يكمل ويطلع اماستيجوت. طب ليه مش ما طلع اماستيجوت? ليه موفره? ده كلمة هاي لقى الهاي واجل ده. عشان مش مستخدمه في المرحلة دي. وهو كده مش عايز يمشي. صح وده لأ? عارفين مش عايز يمشي ليه? عشان ده اللي قاعد جوا جسم الانسان. مش السايكل عبارة عن مخيوين وصبعة? ده هو المن والحشرة. صح وليه? عشان كده في شكلين بس. شكل جوانة وشكل جوال حشرة. الشكل اللي جوانة قاعد فين زي ما قلتي لك? قاعد جوة تيشو ميكروفاجز وجوة البلاد مونوسايز. يعني الشكل ده انترا ولا اكسترا سيليلر? بس سامع حاجة وراء? انترا جوة خالية اسمها ايه قد? يا بلاد مونوسايز يا تيشو ميكروفاجز. قاعد جوة الخالية. قاعد جوة مركب. فالمركب بتاخده من مكان لمكان. هو مش محتاج يتحرك. فبيلم العدة بتاعته الجوة ويوفر الطاقة. ايه العدة بتاعته دي? اللي هو المستيجوت. يبقى هزا المخلوق ما يكبرش انه يطلع مستيجوت الا اذا خرقته بره الخالية. صح ولا لا? اول ما تخرجه بره الخالية بتاعته لام دي ويترميه في اي فليود يبدأ يطلع المستيجوت ويتحرك. فهمت ولا لا? يعني هو جوة جسمك بيبقى باسفلي موفمينت. او باسفة موفينت. يعني بيتحرك بس مش ايه مش بنشاط من عنده هو. ده المركب واخدام المكان مين المركب دي? اللي هو الرواها المكروف. مهمت ولا لا? يبقى المخلول انا برسمه ده. جوان احنا? او ده انا سمته خلال ده? ولا جوة الحشرة? جوان احنا. نكتبها واللحمر دي لو سمحت. عشان مهمة جدا جدا جدا. تكتب علي دي من فوق. هزا المخلوق. مان. جوة البنى ادم. تكمل بقى شافوا كده بينه وبينك? فين جوة البنى ادم ده? قاعد فين? جوة بلاد مروسايتس. ويتشو مكروفاج. انهي تشوز. ليبر. سبلين. فون مارو. ليم في نود. الهم بتقول انهي جاسده. حلوة. طيب. وماشي طبعا في بلاد مروسايتس. يبقى ده قاعد برضه جوة بلاد مروسايتس. صح? تيجي الحشرة. الكلام ده مهم جدا خليكم عالي. تعض العيان بالمخلوق ده. تشفط منه دم. والدم مليان بلاد مروسايتس. يعني ده هيتسحب جوة بطن الحشرة. بس مش فري برضو. هيتسحب مع ايه لو اقع جواها? البلاد مروسايتس. صح? جوة الجط بتاعت الحشرة زي الهنسم دلوقتي في بحر. في فليوتس الفضيعة جوة ايه? الجط. اول حاجة بتتهدم البلاد مروسايت اللي محوض الاخ ده. بتتهدم. ينطلع فري ولا لقى بطن الحشرة? بقى فري. ومن غير الملكي بتشيله. هنا بقى ربنا نبرمجه. لما تقع في فليوتس واسع كده بحر بالنسبالك. تطلع اللي كان جوة المستيجور. يروح حالبه نفسه على الشكل رقم اتنين اللي هو بالمستيجور. ايوة كده. نبس بقى الشكل رقم اتنين اهو. يبقى الشكل رقم اتنين ده قبل ما تسمه. جوان احنا ولا دول حشرة? دول حشرة. دول حشرة. اللي هي اسم الحشرة دي? مش مش بسم اسم العيب دلوقتي. ساندف لايفي مين. ساندف لايفي مين. اهوه? ها? ما هو لازم تبقى. عشان انا نفسه بنا حاجات تانية بقى للشرط. طب حرسمها جنبانة. حرط. 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 يا بنفسك دي. انا اشرح عليه شهو. بس يا حبيبي بس يا الله. الشكل التاني اهو. بيبقى بالشكل ده. قليكم عاية. ونبقى مترسيمش وراءها على طول وسمحشان هغير. بصلي بس بصلي ورد علي. جواه ايه كبير ده? يا ابني رد علي ايه ده? ايه ده? وده ايه ده? ومين ده? ومين الحمد لله عنده مستيجوت. اسميه بقى اه مستيجوت? ما ينفعش. طب اسميه ايه الكلمة اللي قابل كلمة مستيجوت? حسب المستيجوت ده خارج منين من البرازاية? خارج من قدامه? ولا خارج من وراءه? طب انا اعرف مين ما اللي تنشبه بعض بالظلط. يا ابني لو سمحش عايز يرغي معانا مش بقى ناقشك. اسمعني لو سمحك مفضلك. دي قدام ولا دي اللي قدام بتاعته? حسب الحركة. طب ده لما حطناه في مزرعة بيمشي ازاي بالبتاع الطويل ده? قص يمشي ازاي? هو هو. ده الفلاجرنا بتاعه. وانا هو. انا جسم نفسه. يروح رميه قدامه كده اهو? لازله في حتة. يكون تركت يعني الفلاجر نفسه يكون تركت ويشد ايه? الجسم كله وراه. وكذا. تهمتوا ولا لأ? يبقى دي قدامه ولا وراه? دي اللي قدامه. صح? تبطر في الامامة بتاعه. كلمة قدام يعني برو. كلمة ورا يعني تريبو ده باللاتيني طبعا. وانا اخد الحصة الجاية. الكلمة دي كانت مشاهدة خلاص ده ما فيش منه النهارة. ها. المخلوق ده المستيجوت خارج من قدامه ولا من ظهره? من قدامه. يبقى برو مستيجوت ولا تريبو مستيجوت? برو مستيجوت. يعني ايه التفسير للمسميات. برو مستيجوت فورم حجمه حوالي خمستاشر مايكروميتر. يعني اد ايه? اه مستيجوت فرجل ثلاث مرات. المخلوق اللي اسمه برو مستيجوت دون طبعا عنده السيتو بلازم. ها بياناته ايه? عارفوا انا مش عارفة. يبقى ميه هي بيانات تاني بالزرق? بس هنزود ايه? المستيجو? صح? يعني ايه دي? سينجل فيزيكيلر نيوكليس وزلاجل سنتر الكاريوسو. مين ده? وده? وده? وده كله تاخد بيه ساهم ديك في فلاجل لما وخلاص. بس. برو مستيجوت فور. برو مستيجوت فور. لما احب احط كلمة بالاحمر اقول انسايد مان والانسايد انسايد? انسايد الفيكتور. انسايد الفيكتور اللي هو الساند فلاي في ميل. ساند فلاي في ميل. حلو ايه. يبقى هم الشاكلين يعمل حاجه وخلاص على كده. الامستيجوت والبرو مستيجوت وايه ها تكتبه في الامتحانة اقرع كده? بياناته هناك اهيه زي اخوه بالزبط. الامستيجوت جوه احنا احنا فين? في الزلاج مونوسايد والتيش وماكروكايد. انما الامستيجوت جوه بطم الحشرة في جبت الحشرة. خيط انا اتفرج عاللايب سايكل ماشي ازاي? ودي مهمة جدا. وانا هحرسم الرسم مش عندك في الورقة بارو. خليك معايا لو سمحني. الوقت انا برسم مقطع او كات سيكشن في الجبت بتاعت اي بلود ساكينج انسكت. اي حشرة بتمس ده مبنى ادم. اللي انا برسمه ده مقطع في الجبت بتاعته. وهديك بيانات كل حتة من دول ما تقلقش. لا دي تتفرج عليها بس. متفهمة كويس جدا. اسمع بقى لو سمحت. اللي انا رسمته ده. مقطع في جسم الساند فلاي في ميل. والنبي اللي انت بصصلي عشان اشرح لك. وما تقسمش ورايها حاجة دلوقتي خالص. دي تهمناها ان نبتاح بقى لحد اخر البروتوزواء. على انقل خالص لحد الحصة وجاء كمان مفهومة خالص. انت خلتك بالك البق? ده البق بتاع الخرطوم. خرطوم واحد ولا خرطومين? خرطومين. واحد يا دكتور. طرد واحد شفت. شفت ايه بقى طبعا نفهوم? البلد بتاع العياه. طب ترضي ايه? السلايب. دايمن الحشرة يا شباب. قبل ما بتعود بتروح تنقق السلايب على مكان ما هتعود بلسه. عشان تطريه خالص كده. وبتستمر افراز السلايب ده حتى بعد ما تخرم جلدك تقعد تنقق السلايب ده جوه جرح العضة. عشان تفضل ايه تطري قدامها وشغالة برضو. طب ايه ده ايه ده بتحينك بالسلايفة يعني? اه ده اللي فيها الامفكتف ستيج. يمتوني ايه لا. لابن عندي خرطومين هنا واحد طرد واحد شفت. ايه دول? دول السليبري جلانز. يا ابني خليك معي لو سمحت. بتتلفتش خالص. سليبري جلانز هي والتانية هي. تي حاجة اسمها الفارنكس. البيانات بقى مش مش مشكلة خالص. ده الفارنكس. ده هناخده ان شاء الله بدي اوصيل في الحشرات. وده الاوسوفيجس. ودي المعدة بتاعتها لزي عندنا. حسنا في الزبط زي عندنا. كأن في فارنكس. اوسوفيجس. معده. سمول انتستن. لارج انتستن. وبعد كده ريبتم وإيمس. بس اسمها هم مختلفة عندها. ايه ده قلت انا? فارنكس. يبقى الاوسوفيجس اهو. والمعدة. المعدة بتاعت الحشرات اسمها بروفين تريك يولاس. ولا كأنك سمحتها دلوقتي خالص. دي السمول انتستن بتاعتنا عند الحشر اسمها. دي عند الحشر اسمها اسمها ايه? وطبعا ده الريكتوم ودي الايه ناس اللي بيخرج منها لسطول تاع الحشرة. ده في جسم اي حشرة بلط بلط سافين. اهم ما فيها ان فيها خرطومين قدام. واحد بيطرد ايه? صلايفة. والتاني بيشفد ايه يا شباب? بيشفد بلط. طيب. الحشرة بطمئة فاضية وجعانة. هتروح تورف على جلد واحد سليم. لا سول الاول. جد واحد عيان. عيان بيه يعني? بالبسرش مانيزز. يعني عنده ايه? الفورم دي? ولا الفورم دي جوان. والفورم تورانية. اللي اسمها ايه? مستيجوت. طب صايع كده فري? ولا بوا خلايا? اللي هم ايه خليتين? طبعا دي مش هتشفد تشفد. هتشفد بلط. بلط مونوسايتز كونتينينج الايه? الامستيجوت. يعني الحشرة هتاخد ملعيان امستيجوت ولا برو مستيجوت? اهو. يبقى دخلنا في الحشرة اهو على شكل الامستيجوتس المدورة. صح? اول خطوة تحصل الامستيجوتس كلها تتحول الى ابو ديل. اللي هو مين ده بقى? البرومستيجوتس. عارفين ليه ولا اقول تاني? ليه كده يا شباب? لان الخليل كانت محوطة فرقعت خلاص. اصبح فري الامستيجوت. اصبح فري في الايه? في البحر اللي جوه الجدس. مش عارف يمشي وهو عاجز كده من غير. راح مطلعوا وحاول نفسه يا شباب. برو مستيجوتس. يبقى ستيب نمبر وان. الامستيجوتس جميع انت اتحول الى? برو مستيجوتس. جوه في اين? في جبط الحشرة. سهل الكلام? كمان يعدي اسبوع تلاقي دول تكسروا بالسيمبل وباقوا الافات. الافات يا دكتور. يعني شوف مسلا في الرسمة اللي قدامك. احنا خدنا بالعيان ثلاثة بس. حولناه من عشرة اخمسة شهر واحدة. صح? التغيير هنا ايه بقى? في المورفورجي بس? ولا في النمبر بس? ولا في الاتنين? في الاتنين. ده اسمه ايه التغيير ده? اسمه ساي برو برو بيجيتف ترانسميشن. خدنا احنا حاجه اسمها سايكلو ديبوابمينتا ترانسميشن في الفلاريات. لما كانت تغيير only في المورفورجي بس. ودا وتشينج النمبر. سميناها السايكلو ديبوابمنتا ترانسميشن. انما النهارده التغيير في النمبر والمورفورجي. اسمه ايه التغيير ده? سايكلو برو بيجيتف ترانسميشن. ده معلوما كده على جم مش تابع السايكلو الخاص. طيب البرومستيجوتسي كلها هتوقع فلسطور يعني ولا هتحصل ايه؟ لا! كلها تروح خرمة الجبت بص بص معاين خرمة الجبت خالص خرمة بطنها كده خرمة الانتستين بتاعتها وتطلع فريد في البادي كابيتي كلها ايه طلعين فريد في البادي كابيتي والديل بتاعهم او المستيجود قدامهم اهو رايحين فين دول ها؟ رايحين عاين يقعدوا فين؟ في الستريبريجلاند بتاعت الحشرة بص الكلام سهل ازاي؟ يبقى الحشرة حتعد العيال تاخد الامستيجود صح؟ تقلبوا في بطنها على بروماستيجود وكمان البرومستيجود يحصلوا زيادة في النمبر واتسكول دي ايه دا كله؟ سايكرو بروباجيت في ترانسيميشن جميع البرومستيجود اللي بقت بالألافات تخروا من الانتستين بتاع الحشرة وتمشي في البادي كابيتي لقدام لحد ما ترشأ فين وتستقر في السريبريجلاند بتاعت الحشرة الحشرة اصبحت انفكتف وبقاها مليان بروماستيجود تروح توقف على جلد واحد سليم وجعانة برضو تروح خرب الخرم الياه في جلده وتقعد تنقط صلايبة زي ما قلتلك علشان تطر المرضي بتنقط صلايبة نضيفها ولا فيها بروماستيجود؟ بروماستيجود تروح حقن العياني او الشخص الجديد ببرومستيجود يقوم يجيلوا المرض يعني مين في الفورمتين دول اللي الحشرة هتحقنها لك مع العبدة؟ بروماستيجود يعني دي اللي هتجيب للانفكشن؟ اه يبقى دي ايه؟ انفكتف استيج حبت عليها لو سمحت انفكتف استيج انفكتف استيج جميلة جدا اسمع بقى اللي جاية دي عشان اهم حاجة هو ده لما يتحقن فينا هيعمل فينا ايه؟ والنابل انت بصصلي والكلام مش في الورق برضه قال ليك معايا انا وصلت لمرحلة ان الانسان دفاي في مين عطتني وانا سليم صح يا ربتم؟ وحقنقني في جلدي بالبرومستيجود عشان جاية ساميته الانفكتف استيج بقى ميني وراء؟ طب البرومستيجود دي يعمل في ايه؟ اول ما يخش في الجرح العطة شوية سكين ماكروفاجيس بصوا بكلام انو المرض بسرا لش ما نيزز بس احنا دخلنا عطري الجلد فاول شوية سكين ماكروفاجيس دا حاول تقفش البرومستيجود سليم تحوطها وتعمل لها انجلالفنت اول ما هو البرومستيجود ده يخش جوه خلية محتاج يمشي فيها؟ لا يروح ساحب العدة تاني يروح ساحب ايه يعني؟ المستيجود بتاعه وينحول الى؟ اه مستيجود في السكين ماكروفاجيس ويطلع كالكوعة كده مطرح العطة خناقة بين السكين ماكروفاجيس واول شوية بروماستيجود دخله ماشي؟ بس البرومستيجود داخلين بالملايين فاهمين يا شباب؟ فمش هتلاحق عليهم سكين ماكروفاجيس بقيتهم هيروحوا ساحبين في دم العيان هيلقوا الجندي التاني مستنيهم اللي هو ورده ماكروفاجيس بس اسمها ايه؟ بلاد مونوسيجود تروح البلاد مونوسيجود أفشا كل البرومستيجودس فيتحولوا جواها الايه؟ لأمستيجودس البلاد مونوسيجود دالبانة في ملخها طيبة فاكرة انها كده هردت على البرازاج ما تعرفش ان هو جاي لها مخصوص ولو هي ما شفطيتوش هو حيموت تخيلو؟ ده هي بيته هي البرازات بتاعه اول مايناه نفسه قاعد جوه البلاد مونوسيجودس انا دخلت البرازات بتاعه مايموتش يعمل يبقى يبقى امستيجود ويفضل امستيجود يتكاثر بالسيمبل بايناري فيجن ويروح مفرقع الماكروفاجية دي وويس؟ ويري انفيد نظر ماكروفاج بالملايين ويتكاثر جواهم ويري انفيد نظر ماكروفاج ويفضل يعمل الحركة دي في العيال لمدة أربعين يوم تقريبا لحد ما يدمر له كل الماكروفاج ذل في جسمه سواء في الدم او في الأورجنز بتاعته ده حلو ده؟ ده زفت يا شباب الماكروفاج هي الجندي المناعي الاول يبقى المرض بتاعنا هيهد تماما السلمي دياتي صح هو ده لا؟ بس الحمد لله ما بيقررش خالص من الهيمورال ده ده اللي هيحقنا بقى وينقذ العيال لانتوني؟ يعني مش حاجة زي اليتكاة تاخد الاتين صدرات لا ده ده رح بتارجد مين بالتحديد؟ السلمي دياتي ده الماكروفاج خرب صح هو ده لا؟ إنما الهيمورال حيطلع عنتي باطس كتير وينقعنا زي مشرح دلوقتي فيمتوا القصة ماشية ازاي؟ تيجي بحشرة جديدة تعود العيال الغلبان ده تاخد منه الاماستيجوت تقليبه على؟ بروماستيجوت ثم البرويفو يزيد في النمبر ويخرم ويروح لإيه؟ بقاها تروح تحقين عين تاني وهكذا فيمتوني؟ هات وخد انت والحشرة هات وخد انت بتديها إيه؟ اماستيجوت تروح تحقينه في عيان تاني على شكل؟ بروماستيجوت وهكذا فيمتوني؟ بس هي الفيلم كله ده وبين الايه؟ الشكلين دول what is the infective stage في اللي أنا نسمهم دول؟ بروماستيجوت لوحدها طب مين انا عبقى تتكسر الفرع بواجنة؟ الاماستيجوت يبقى ينفع سميها الباسوجينيك ستيج؟ اه حط عليها باسوجينيك ستيج؟ اه حط عليها باسوجينيك ستيج ما تفكرش خالص ده 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 والتارجت بتاعنا وليه اللي هيتهد الهجاز مناعي؟ قولوا لها اللاجن اللي هيمور الماله هيبدل سليم الحمد لله كامل بس ايه الموض في موض كتير؟ اول واحد المهم اللي لو ما كتبناه موش ناخد السفر لو مين؟ طب مفيش موض الثانية بالعكل مش المخلوق ده هم ماشي في دم العيانة يبقى لو دم ملوس نقلنا لشخص سليم يتعدي وطالما دخلنا عن طريق الدم ممكن الام وهي بتولد البيبي بتاعها سروب لسنتا كده شوية دم ملوسين يعدوا من الام العيانة يعدوا البيبي يبقى عندي عضة ودب من امه ايه العضة بيه؟ ايه الدم ده؟ ايه الامي دي؟ بص دموت الغريب شوية في الاخر ده لو انا مسلا بعمل بحس معين على الاشفانية ده ايه؟ فباخد البرومستيجوت دول واعملهم في مزرعة وباخد منهم بالسرينجة شوية كده من المزرعة مليانة حية وبحقنا في فار عشان نعمل تبرامة معينة ويجرب دراج جديد وانا مش واخد بالي بهزر معزميني كده تاك تاك عورت نفسي في صباعي انا بذل ما احط في الفار فحقنت في جلد شوية برومستيجوت اللي هو الانفكتب استيجنج كأن الحشرة عدتك بالزبط وحنتك بيه صح؟ نتعيدي ولا لا يبقى عندي اربعة موزف انفلشا الاول اختارهم ونازم يتكاتب يعني في الامتحال لو كتبت التلاتة الاخرينيين تاخد السفر خالص ولا مليم حتى تاخده لكن تحط الاولاني الاسمه ايه؟ بايلت وتلعب براحتك بعدين عضة دم ام معمل زي ما نكتب لك كده ايه العضة دي؟ بايت او ساند بايف اميل والدم اللي هو والام اللي هي والام اللي هي طيب ادي خلصنا من والباسوجينيك والمودف انفكشن سهل الكلام؟ سهل قوي مش كده؟ طيب الحمد لله المرض بتاعنا بقى يعني هزا المخلوق المؤرف اللي يفرقع فينا جوه ده هيفرقع فين ويعمل فينا ايه؟ انا عايزك تنسى الورق خالص والله لو نزيده ما بتحفظ الحصة ما تيجي نرص الورجنز اياها اللي هيفرقع فيها انا بتكلم في الفيسكب الاشمانيز مين ده؟ وايه ده؟ ومين ده؟ ومين ده؟ ناخد دول اول اربعة اساسيين من هنا لحد اخر العمر اي حاجة تصيب الليبر ومن اول السنة التربل انش ما اقام التلاتة انش بطورنا نومين، ايبات وميجالي وايباتيك فين وايباتيك تندرس سهل قوي الكتاب بقى مزود كمان كلمة تسمع عن حاجة اسمها ألبومن جلوبلن ريشيو ايه دي؟ دي نسبة الألبومن للجلوبلن في جسم الانسان الطبيعي كام دي يا دكتور؟ تسوي كام؟ الطبيعيين؟ من واحد واثمين من عشرة؟ يا ابني بصلي لو سمحت الى واحد ونص هذا الكلام مش موجود فبقى اخليك معايا بقى ده على ده يسوي مثلا في المتوسط واحد وثلاثة من عشرة هسألك سهل يا شطور لما ده على ده يدي واحد وشوية يبقى مين اكتر في جسم العياة؟ المالبومن صح ولا لا؟ طب في المريض بتاعنا بتاع النهاردة الليفر اتحدى ولا لا؟ اتمرنا فبالتالي الالبومن هايقلني كده؟ طب مين ما اتضربش من البرازايت؟ اللي هي مورال ايميون ريسبونس فحيطلع ايه؟ كتير في سيرم انتي باضيز اللي هي ايميونو جلوبلن جلوبلن اهو بروتين يعني هيحصل هاي برجامة جلوبيونيميا ليه كده بيزود اوي؟ عشان اخوه واقع اخوه العيان فهو ايه؟ هايقل في ظهره بقى ويطلع كمية جلوبلن بالعبيد يبقى انا كده اعكاست النسبة وده لا صح؟ يبقى لما اسم ده على ده النسبة تفضل واحد ويه ولا هالتالي تحت الواحد؟ يقده يقده حاجه تبقى حاجه زي كده حاجه زي كده حاسل مثلا اه وبرده العينين الـ AIDS بيحصل نفس الكلمة دي يعني وعينين الـ 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 كل دي بتسبب الـ اذا ده مهواش specific للمرض بتاعنا النهاردة ده انديكاتور ان فيه مشكلة في الليبر او كده صح ولا لا؟ يعني بيخال الدكتوري يركز شوية في الوربانين دول في قيمته ولا لا؟ طب ادي مشاكل الليبر خلصناها هاي هو ده اكتر واحد حيت ازي في الليلة لانه اكبر لمفنوت عندنا في جسمنا صح؟ مليان ماكروفاج ده سنتر ماكروفاج تاعد حضرتك لكلها هتثميني من ده وهتفرق هتلاقي الاسميني بقى هتكدهو العيان جاي متن كده على الشمال وإيه؟ وإيه لك فيه توقيلة فضيعة في الحكتة دي؟ مش عارف مانش منها ده ايه ده؟ ده كنتوني؟ وطبعاً يحصل وهايبر سفلنزم اللي خدناها في الشيستزومة صح ولا لا؟ طيب يبقى ده كلمة واحدة بس بس بون مارو البون مارو برايبر تارجت مليان ماكروفاج صح ولا لا؟ يبقى هذه المخلوقات هتفرع ومارو تخربوا الغارس طب البون مارو ده مصنع؟ ده اخطر مصنع في جسمنا حيقل الأربوسيز؟ اه طبعاً يحصل أنيميا وتقل الويت بلوت سيلز؟ أساسي يحصل ليكوبينيا وتقل البلوت بليتليتس؟ جداً يحصل فرومبوسايتوبينيا طب عايز كلمة ساعة تلاتة دهول بان بان سايتوبينيا يبقى احنا عندنا؟ الليفر تريبل ايتش فكلنا هم؟ يبقى توميجاني يبقى تكبين يبقى تكندرس ومعها هدي ايه؟ ريفيرزد ألبومين جلوبلين ريشيو بدنا فسرناها سبلين كلمة واحدة سبلين وميجالين بون مارو يحصل أنيميا ليكوبينيا فرومبوسايتوبينيا بينقوسين بان سايتوبينيا الليمفنوت برضو كلمة واحدة مأهي برايبر تارجت هتلاقي ايه؟ كالكع الليمفنوت في الابتو في السيرفايكل والسبمنديبلر والنكزيلري وكل حتة فيها ليمفنوت كالكعح كده حتى ممكن الدكتور يميستيك الموضوع كأنه ليمفوما في الاول ليمفوما ده لا ده اسمه ايه ده؟ جنرالايزد ليمفا دينوباثي أولوبر أوربار ادي بتوع المرض في المنطقة البساطة نروح كلمة ورادة بطارة تيه بقى حديتين طبورات شوي ده الول بتاع الانتستان يا ابني خليك معنا وسامحت وانبني انت مسيصلي هذا الكلام مش نورا خليك معايا وإيه ده؟ دي الماكروفاجز إيه اللي قاع بجوه ده؟ القا ايه؟ ايه؟ هي بتوع تسكر بفقع بتروح مربشارة دي مربشارة دي ومربشارة دي وطلعلك في ليه كده؟ صح؟ تفرز كمية بروتريدك انزايمز الفضيعة جوه جدار الانتستان مش من بره؟ دي اللي يومين دي مداشة عوبينا نضيفة من جوه فيه أذب فيه انزايمز كأنه هد مين؟ هد الانتستان من جوه سياحة من جوه ده الانتستان هتعملها كده هول ايه دي؟ دي فرحة يا دكتور صحة ولا لا؟ مين اللي هدها وشافتها من جوه كده؟ الاماسيجوتس اللي جواها فهمتوني؟ يبقى الانتستان يحصلها اه لو فيه بلاد بس المعدي يطقطع والدم يروح طالع كده بلاد اهو معه شوية يدينا ايه ده؟ ديزن تريد يمتوني ده لأ خطيرة الكلمة دي كل مرة اقولها وازن عليها يقول لك برازايت سؤال تجنيعي مهم جدا جدا وهتلاقيه في مربع كبير في المذاكرة بتاعته بتلاقش خالص يبقى الانتستان هتبوز ومش هتبوز وهتلاقي فيها ديزن تريد طبعا انا هسألك سؤال بقى رغم ان صح ولا لا اللي هو ايه بقى فكروا ده ده قبل بداية كل ده الدخلة الدخلة كتمنون اصلا مش قلتلك فيك الكوع مش فيك الكوع حصلت في الاول اللي هو في الاول خالص ان الكوع دي سموها ايه؟ سموها لش مانوها اللي شمانوها اللي شمانوها ده طبعا قبل الكل ده ما يحصل ده حتى رفوكم نحطها في ورق اول حاجة بس اتمنى فيه سكين تاني هيحصل متأخر قوي فانجمعك الجلد على بعض اسمع باي اللي جاي دي خطيرة جدا دلوقتي المفترض العيان حينشخص انه عنده فصل لشمانيز هياخد نص الدول او ثلاثين الدول يتحسن جدا ما يكملش الكورس ده ادكوت ولا اين ادكوت تريتمنت ادكوت تريتمنت لازم يتعاقب العيان ايه صورة العقاب لما اول مع اول دخلة خالص هليكم معايا يا سمعتم سي مسلا دخل مية رومستيجوتس مع العربة مية مسلا معايا تسعين عملوا الفيلم ده كله تسعين سلكوا وكملوا السايكل عشرة ناموا دورمنت دورمنت فين دورمنت جوه الماكروفاج يعني عشرة منهم بس دخلوا جوه ماكروفاج على جنب كده وقلبوا نفسهم على امستيجوت وناموا بدون اي اكشن قامت الماكروفاج زي الان احتمزت بيهم جواها ونامت يا رخ اتنا كده تفايا على النارده ان اخدت العيال الوحشة دي وعبستهم جواه في التخشيبة وخلاص هم ما بناموتوا الوحدون بس عملوا اكشن ناموا 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 قد ايه ناموا سنتين ثلاثة اربعة عشرة ناموا هرب يارد قامتوا عشر سنين نايمين اه الماكروفاج وهي نايمة بيهم ولا بتعمل حاجة ولا هم بيعملوا حاجة الراجل بعد عشر سنين ما اخد الدواء وخاف وميس انه كن عنده حصل اي حيات حصلت مين صحي من النوم اللي كان نايم جوله لوم مين الامستيجوتس الشريرة اصلا بس كانت نايمة صحي تتكسرت وراحت ايه مفرقه على الامستيجوتس وعملت كيوتينيس مانفستيشن كلكيع مطرح متعد من زمان اما منو متعدش دلوقت ما ليه يا عم دي بوالي يا عم الحاج انت ما تنتهاش عشان فاهمين؟ اللي انا بقوله ده مرضة يعني عرب جلدي صح؟ طب اسمعنا مزهمة بوست كالاثار ديرماليشمانويتس بوست كالاثار ديرماليشمانويتس خطيرة جدا يبقى عندي لشمانوما ولشمانويتس هنروح في ده ايه احنا مش كده التجابة حين اهو فيه لشمانوما وفيه لشمانويتس ايه اللشمانوما دي؟ اللي هي بادري ايه اللشمانوما دي كتير؟ اللي هي بوست كالاثار ديرماليشمانويتس شفتوا الكلمة؟ انه بسك في الحيض بيمتوا ولا لا؟ لستكون بذكر كويس قوي طيب دي نخلصنا الاعراض المرض ده اميونو كومبرومايزنج حلو المناعة اذا الانسان عنده مناعة تطوائزة جدا طول مهمارية ممكن يجيله وصير تسيميا ونيمونيا ويموت فيه فيه لعمل مرض خالص زي اليدز كده واليدز الموت لا ده بيدرابلك المناطق اللي تدفع بيه عن نفسك فيروس قد كده مانوش لازمة يبتلك نفس الفيلم بيحصل هنا عشان انت عندك مناعتك واح عبره بيمتوني ولا لا؟ هاي بو مرض لا بباليها لا 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 دي تبقى نشفة جدا جدا ده حاجات تاعة اللي كان مش عليها انما الاشمانوة تبقى حمرة وطريقة جدا ورابه بكده عاملة زي الهد الكويشة اه بتلفين خالصة بعدين هو فيه اعراض بعديها واللي قابلها يعني برض الهستر بتاع بيفر دكتور اه وبعدين يا ماركو الحلب الاخيرة دي بتاع البوسط كان ازار درير جدا رير جدا جدا شفناها عشرة مرات مثلا في العالم كله من ساعة ما اكتشف الماركو لكن الاشمانوة اساسي مع كل مريض بيش بروم الضبوت في جسم الحصر بس دكتور عندي سؤالي هو لا تتواجد انه بجسمي مين بس الحشرة بس مستحيلة لقيها بجسم الانسان ابدا في جسم الانسان هي مين الامستيجود طب في جسمك طبعا ما دخلت خلاص في جسمك. مفيش كده. دكتور دكتور ده لي اسم ليك نيم كده رخامة. ده اسمه اول اسمه الحقيقي. اسمه الاخر اكتب ايه اكتب ايه اكتب لشمان يا باطس. لو لقيت كلمة اصد الامستيجود فور. طب التاني ما دخلت اسمه الاخر اه رخامة? اه ليه. اسمه لب تو موند فورم. يبقى انا لما حب ارخم عليك اقولك رسيمني اللي شمان يا باطس. لا نص الدفعة مش عارفة ترسم ايه. اصد يا ابن بيها ايه اللي شمان يا باطس. لامستيجود. طب عايز ارخم على نص التاني. اقول برسلني اللي بتموند فور. قصد مين يعني? البرومستيجود فور. لب تو موند. لب تو موند هو البرومستيجود. لشمان يا باطس? هي الامستيجود. هي هي لابس الكلمة. طيب. عايز اشخص المرض. طبعا انا مش هكلم نهاية لحق اخر السنة في. ايه كلمة درافة? لليك الميرشرة يعني. صح? انا قلتها. كل مرة اخش على طول على. لابوراترو دياجنوز. عايز اخد العينة يا شباب. اخدها من ايه? والنبي لانت ساب الولد. عشان خاطر يا حبيبي. بلاطنوم. او بايوبسي من ايه? ليفر. سبليم. بلمر. ليفنوز. اكثر مكان تاخد منه بايوبسي وتتطمن من ايه? ايوان سبليم. انو مرتدوم. يا ابني انا اشبتكلم معاك لو سمحت. لو سمحت اسمعني. يبقى ناخدها هنا من ايه نقول? اول حاجة سبليم. ثم احط ورقك. بلط. فهمتوك? طب لما اخد العينة واسبغها بالجمسة. حلوف اشوف ايه? الاماستيجوت ولا البرومستيجوت? هو في غير الاماستيجوت في جسمك. صح? طب هتلاقي. بص السؤال. جوة? لما تشوف تحديم التسطور. والله برا الماكروفاج. بالعقل كده. جوة. واحد ايه صحة هو. الاتنين. مش هيبه فرعه الماكروفاج? قبل ما تري انفيد نناظر الماكروفاج ممكن طلوطها بين الماكروفاج تيه. فهمتو ايه لا. يبقى ده هنشوفها شريحة ان شاء الله اللي جاي. هتلاقي نقط زرقه جوة. وامتوين الماكروفاج. يعني الشريحة عقل امتحان. هتلاقي عمنا كده هو. هادي يا دكتور. السلايد اهيه. وايه كده كده اتخنة دي? ده دي الماكروفاج. هتلاقي نقط جوة. ونقط برا. وواحدة فيهم مفاشولة خالص كده. مربشار. ده ايه دي? ده دي اللي فرقه اخبر لعد دول. تاهمين? ودول دي سرحيني ايه? يخشوا فيه. فانت روح تقاتل البرزيج في المرحلة دي. ومصوروا. هتلاقي ايه? برا وجوة. فهمتو ولا لا. يبقى ستبنا امبروان ناخد رعينا من الماكن اللي قتلك عليها. ستبنا امبروتوتس بوها بالجلسة. تتفرج عال امستيجوتس. جوة برا الماكروفاج. وتلسمها بالتبصيب البيانات. بص بقى الرخامة اللي عايز ايه? تسمعها حاليا. تسمع ايه? انا عايز اشوف ده. البرومستيجوتس. انا رخم عايز اشوف ده. تقول لي مستحيل. اه اقول لك مستحيل في جسم العيان. اتصرف خلييني اشوفه. بصوا الحركة دي. مطالة بساطة. مش انت تطلعت العين امستيجوتس? خرجوا برا الماكروفاج. بس كده. ازاي يعني? تجيب بتريديش ورفع عليه. وتحط فيها مطابق تماما للفليود اللي بطن الحشرة. اللي في الحتة دي يعني. وتربى فيها تروح من حول ايه? المونوسايد. يطلع فريد. يتخط. يروح قلب على ايه? جاب ننضر. بروماستيجوتس. يبداح يتشف رفعا. يبداح تشف انتشف مباشرة. لكن ده تشف المصباح. يبدا تنين تشف. يبدا تنين ايه? داياجنوستيجوتس. برضو سياتك تكتب كده ايه? بنون تاني. ينبه الاماستيجوتس انه هو داياجنوستيك انتشف. النما البروماستيجوت داياجنوستيك انكالشا والكالشا اختراروها ثلاث علامات. نوبي وماكنيل ويكون. بسموها نوبي مكنيل نيكون ميديم. هي عالم الماني زود شوية بروتينز عليها اسمه شنايدر. فقالوا ممكن برضوا بقى نسميها شنايدر زمي. مش عين. يبقى اسم الميديا ايه? اسم الكلش. لا ما هو. شنايدر ده بزيل. الاساسي ايه? نوبي مكنيل نيكون ميديم او شنايدر ميديم. دكتور. بتاع الحتة دي. شباب اللواء. من الانفكتف رسمة ايه? انفكتف. الحشرة حقانتك بيها? رومستيجود. طب مين بسجنك اللي بفرع في وشك? ها? فرع في جسم. وشك ديه اللي بعدين. ها? الاماستيجود. طيب مين الدياجنوستيك? اللي الكنيز. دي فين? دي فين? دي فين? في الكالشا. حلو جدا. الحمد الله. طب ايه ناربعة من الرئيس الاول? طب بعدين دم وقوم ومعمل. صح دي نشخصت التشخيص المباشر. بص الى الخامة. بص ديه. هو انا خدت ده من اعيان صح? وحولتو لده في المزرعة صح? طب بعدين ده يتكاسر في المزرعة ده ملايين. يعني ده. عملت السايكل بالزبط يعني صح? حولتو لده وزولت النمبر ديه. لو انا خدت من اعيان شوية اماستيجودس. وعايزة خليهم اماستيجودس زي ما هم بس يكتروا جدا قدام معيناك كده. تحقنهم في ايه? تحقنهم في مكروفاج. صح? وقول لهم يلا هتعملوا ايه? ايبوا ملايين جوار مكروفاجها دي. صح? طب اجمال مكروفاج دي. فار. فار ونحقنه بالامستيجود. شهرين تلاتة ناخد الفار نتباحه. وناخد بتاعه ونتفرج عليه. هتلاقي العشر امستيجودات بتوعك اللي حقنتهم فيه من شهرين بقوا مليون. صح ولا لأ? دي اسمها انا مزرعة حية. كائن حي استخدمته مزرعة. قمة الاستبدالة الالب. كائن حي. ده ايه? الفار. كل ده فحص مباشر ولا غير مباشر? وفي بقى بالكلمة دي. مباشر يعني بتفرج على دول. انا بدعم بس عدل وبرعم فيهم. الغير مباشر بقى ادور على ايه فين? هدور على الانتي بادي في السيرم بتاع العيان. ولو المباشر مش جايب نتيجة. ونعمل انت سامع عشان دي اخطر حتة في الحصة. فيه كلمة احبت في الاول. افات ايه هات الايزر. هاكلهم? دي في ستاة جاستنينز بدور بيها على الانتي بادي بسيارة. ماشي يا ستاة. اسمع بها حتة رجالي. انسى الوقت خالص. نسمع حاجة اسمها في اللي احنا خدناه. اللي هو خدناه في التراجنينلس بايزة عندنا في البارة. اللي اسمه باتمن او باشمن او باخمن انترا ديرمانتست. ايه فكرته? قبل فكرته. هنا بنسميه عشان دي لشمانيا. لشمانين انترا ديرمانتست. ماشي? يبقى هناك في التي بي اسمه تيبركلين. هنا عندنا اسمه ايه? لشمانين. نفس الفكرة بس ايه مختلف الانتيجن. انا هناك بحقن انجي بتاع تي بي. هنا احنا انجي بتاع ايه? مش تاعة لشمانين. صح الكلام? اسمع. العالم اللي اطبقه عالشمانيا اسمه مونت نجرو. فاسمها برضو على اسمه، مونت نجرو انترا ديرمانتست. يبقى المونت نجرو انترا ديرمانتست هو هلشمانين انترا ديرمانتست. واحنا بنموت في الحربات دي. اي عاجة فيها تست من حباء الامتحان. ماشي? احط علامة كبيرة على ده. لشمانين انترادرمال تست او مونت نيجو. انترادرمال تست رفت سبعين. اسمع بقى. والنبي اللي انت سمع عشان دي خطيرة جدا ومنصفه هيعزبني على ما يفهمها. انسى خالص الوقت. انا قلت ارو كده فكرة بتاعتي او اقولها تاني. انا بستخدم الدراهين براعيين. في الحتة دي بالتحديد. ادراع اليمين بسميه تست ار. والدراع الشمال بسميه كنترول ار. الدراع اليمين بحقن فيه نسبة ضئيلة من الانتجن بتاع الليشمانيا. ماشي? هنا يبقى فيه ايه? طب الدراع الشمال هحقن نفسي الكمية بس صلاين. يبقى هنا فيه انتجن الليشمانيا. انتجن عايش. وهنا فيه صلاين. وافضل مراقب الخرم ده والخرم ده بتوع العيان من تلت ساعة الى تمانية واربعين ساعة. بشوف ايحصل سريع في المدة البسيارة ديا ولا لا? الياكشن داع شكل احمرار فطره حوالي اتنين سنتي روند الخرن بتاع الحقن. انا تايج بقى المحتملة? لقيت هنا احمرار في التست ارم. وهنا لقى في الكنترول ارم يبقى ده طب ولا هنا احمرار ولا هنا احمرار? يبقى طب هنا احمرار وهنا احمرار. يبقى الراجل ده حتى السوايب حتى المية حتى الهوى بتعمل ه الراجل ده لو اي عفضة او ارصى او حقنة هتعملو رياكشن فضيع في جلده. الراجل ده يبقى التست بتاعنا انفلد مع الراجل التالت ده. شوف لك تستاني ده ده. فهمتوا? طب هنا في البوزتف والنجاتف. ايه البوزتف? احمر هنا وهنا لا. ايه النيجاتف? ولا هنا ولا هنا. خلاص? طب البوزتف? احمر هنا وهنا لا. الاحمر ده حصل ازاي? ده احنا حقلنا في جلد. الماكروفاش بالتحديد راح اتضربة مين? الانجين انت حقلته? عمله اخناقه عمله هذا الريدنس. ده في مثلا. او مثلا في الباكمان انتردرم بتاع تراكين لس فيا يلس. الاتنين اللي فاته دول الماكروفاش في او صحية. فعملت الرياكشن واسبتت لك انها صحية وقروية وعفية وعملت لك الرياكشن اهو. المرض بتاعنا بقى بتاع نشمال. هل الماكروفاش سليمة اصلا? ولا مفرقعة? مفرقعة وبايزة زي ما نرسم لك في الرسمة بالزرس. جميع ماكروفاش حضرتك بايزة. اذا لما هو عيان فعلا من المرض ونحقنه بالانتجين ولا يحصل اي راكشن لحد ست ايام ست شهور ست اسنين طول ما هو عيان. طول ما هو عيان بيديك فلس لان الماكروفاش اللي هي المفترض تخليه مضروبة. كلام ده مفهوم? لحد السطر ده مفهوم؟ يبقى العيان بالليشمال يا الفيسرا. لما نعمل معاه التست ده. اللي هو اللي شمالين انترادرمال تست. هيدك نتيجة بسوطي ولا نيجاتف. نيجاتف. طب الراجل السليم هيدك بسوطي ولا نيجاتف. بسوطي. يا ابني السليم اللي ما عندهش مرض اصلا. برضو نيجاتف. الشخص السليم اللي ما عندوش المرض نيجاتف طبعا في التست. الشخص اللي مرض النهاردة بالتحديد برضو حيديك صح? ما انت مش عارف فلس ونطور يوم من قاديك انت في خاص? يبقى عندي اتنين وهم بلقاتين. واحد عنده ريشمانية واحد عمره مجال ريشمانية. هعمل للاتنين نفس التست هتعمل لتنين صح ولا لا? حد فاهم. مش فاهم دي? طيب يبقى كده التست ميزلي من الاتنين? اكمل بس اكمل بس. التست كده ميزلي من الاتنين? يبقى جود ولا بات دياغنوستيك تست. بات دياغنوستيك تست. لكن ممكن ينفع حتى الحياة تريتمنت تا العيان. في متابعة العيان. مش التست اللي هيعالجه. لأ ده انا هتابع به العلاج. انا ردت الدواء. بعد سنة مسلا من العلاج. بجرب التست تاني. لقيته على بوزت. ده لإيه? ان الميكروفات صحيت منه. وفائت. وخفت. وعملت الرياكشن. صح? يبقى الراجل خف ولا ما خفش? يبقى الحمد لله. بالدليل ان انت حررت له الميكروفاتي من البلاو اللي كانت جوه. صح هو ده لأ? يبقى تست النجاتيب لو قلب بوزت معيني نشمانيا الفيسرال. ده معناه انت عليك بالعيان صح. يبقى تست التاعي ده النهاردة. الاسمه نشمانيين انترادرمن تست. جود ولا بات دياغنوستيك. ده مانشواتي محاصف ده مانشواتي. طب جود ولا بات بروت مستيك? الشباب اللي قالت في تهنيه حجم ده كده. وده برضو كله. كل خمسة جيم واحد بدل نعمل. اه. في مشكلة بتستيح. اه. في مشكلة? ايه? اه. حلو. فيه فيه حتة انتو غايبة عنكو خالص. وانا لو واحد سليم. اسمعني يا ابن سليم. وحقانتو ما عندوش مرض خالص. والعمر شافر. وحقانتو انجل مسلا بتاع نشبانية او او غيره. مفروض ما يحصلش احمراض. يحصل برض. بس مش من تك ساعة تمانية وارفين ساعة. يحصل بعد اسبوع. فيمتي ولا لا? انا هنا بتست سرعة الاستجابة. فيمتي زبجازو علي? وليما? ايوة اول اخصد من السؤال. سليم. اصد عشان ما كفاش سليم. سليم. فما عملتش ليه الرياكشن. ما عملش بسرعة الرياكشن انها يا عمرها مش شافيش? بس كده. لما تعالج بقى زي النورمل. لما تعالج بقى زي النورمل فقلنة بتبصلك ده. بس. ايه? ايه? بش انت بردي خاص. ده المكروفاج ما فعلانش مداعي. ده سليديه ديور كست. الراشي اني راشي. اه لها الاهوب الكل ايست. اه. الرياكشن من المكروفاج والانشن بتاعي. المقاسس هنا. يا رجل رجل هي ال تمانية او رمعين. يا رجل وفن كده. اه بس مش عادري. اه وعيد طبيعي خاصة. خلاص. يعني يا جماعة انا عايز بس بص يا جبال اللي فيه ولا ما تفهمش. لحظة واحد. دماغية. عايز ההتبازة والخلاص. اللي اسمه الاشمانين بس لو سمحت. الاشمانين في عيان البسر الاشمانيزز. عيان قريدي فيها عيان دلوقتي هو كيوب. حيدي بس خلاص. حيدي نكتب رغمين العيان عيان فعلا. عنده مرض. اجل البتاع بدي لانه بيعتمد على الماكروفاج. كل ماكروفاج بايزة. كيف تقولي? اذا مميزت من العيان دي جد وبين السليم. بس خلاص مشكلين. يا ابني عايز اعمل قاعدة لو اي في عياني مينو كمبرومايز. هيدي الاكشن? هيدي بوزتف? لا. يبقى اي حاجة اي مرض في الدنيا بيهدي المناعة وعملت مع العيان هيطلع عليها. فهمتوني. منها النهار باسم ايه? بس كده. دكتور. نعم. ازاي بقى لما بقى كويس وعملت له التس وطلع بوزتف والنورمال. اصدق بعد مخفي. اه. يا ابني بعد مخفي يعني ايه? يعني كل لسه والصوار ده مات. فاصبحت الميكروفاش كلها سليمة زي دي كده. كله صحيح وسليم. بالمرض. انه طلطش قبل كده. يعني يا فرق بينه بنستليم. طبعا ايوة. السليم عمره ما شاف المرض ده. فعلى بقى ميعملها في اكشن في او اسبوع وسبوعين. ايه? انا بتست سرعة ال اكشن. بس كده. على فكرة الكلام ده كله مايكرو مش شغلتي خالص. ففاهموا مش فاهموا عنك مفهمته. المهمن ايه? لو عملنا سي بسي هنلاقي ايه? اه? انيميا يوتوبينيا فرومبوسايتوبينيا. العلاج عندك بنتا فيلنت انتيمونيال كومباونز اللي هما السوديوم انتيموني بلوكونيت انا مش عايز دوزز. جاست نيمز بتاع الدراكز دو فرص. والنابل اللي انت سماش نديموني مايجل دمه. طيب فيه تاني. الراجل ده ممكن يجلو ساكنة الانفكشن بسبب الامينو كومبورمايزن كونديشن. هنديله انتي ايه? انتيميوتيكس. صح? طب الراجل ده عنده انيميا هنديله ايه? ديله بلوكراس فيوجيا. الراجل ده عملت يديله الدواء والدواء الصح. ما بيخفش. شهر اثنين ثلاثة سنة لا يستجد العلاج. يبا الراجل ده عنده بقرة فساد في بطنه. ايوة عنده الاسبرين في حجمه ومليان اماستيجو. لا يمكن اي دورة الدواء هتوفركم هذا الكم الرهيب من الامستيجو. يبا مش حال غير. يبقى سببتم هنا اصبح علاج للعيان. بس اي عيان? ولا resistant cases? resistant cases. طيب. كده احنا كنا الفيسرال شمانيزز. يعني المين بلك بتاع الحصة ارتاح الحمد لله. بتاع بقى نشوف الكلمتين اللي جايين دو. ماشي عوض ماشي. ماشي عوض ممضل. اه رمزق واحد ايه. اه رمزق واحد ايه ايه او يلا شجاع ايه اه رمزق واحد ايه او اه رمزق واحد ايه 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 احنا رمز حاجة هذا الاشي. شعوري. بس يا حبيب بس لنا وص ساعة وقال لو بطلت الخطه بس وقص عايز بقى اكمل اللي جاي ده شوطس كال صغر جدا ان هو قاس بفوق بالختلف بقى حجاب استجدت هليك معاي انا خلصت المرة اللي اسمه ايه اخش على بتاع الجلد نوع اخر من اللي شمانية هو مطابق للنوع اللي فات ولكن لا يتعامل مع الجسم زي النوع اللي فات جينيتيكا يتعامل ايه يعني جست قرحة مطرح العضة يعني فاكر اللي شمانية بتاع الجلد هنا دي كانت حاجة كده عرض غزارة وانا كده اخش فين انا عالدم وبهد العيان هنا انا اعمل الكلكوعة واقصرها وبنام على كده يبقى النوع ده ارحم بكتير من اللي فات الالسر القرحة صوريا يعني قرحة آآ السر هي صور طيب عندنا احنا في العالم القديم في شرط الاوسط سميناها قريينتالسو القرحة الشرطية عندهم في العالم الحديث سموها ايه تشكل القرحة عندهم يجي وتاعolar ايه تشكل ده حقصر راجل حق ده جست مسميات عندنا اسمها ايه في شرط الاوسط القرحة الق才ض قريينتالسو عندهم هناك اسمها. عندنا اللي بيعمل تلسور تلتة انواع من ليشمانيا الجيل. ميجور واتروبيكا واثيوبيكا. واعنافهم اثيوبيكا. وهنقول لك كمان شوية. طيب. عندهم ميكسيكان. فاكرين? ليشمانيا ميكسيكان. طيب. خليك معي ده واحدة واحدة. مين يا جماعة? انا والله النص ساعة اللي فضلك هي على الايه? الساعة مص اللي فالة. مين مين رزرفار هوست? كالجو والروز. طب مين الانترميديات هوست وفكتور? ساندت لاي في مين. عندنا احنا في العالم القديم اسمها? لود. اه سوريا صح. صح. عندهم في العالم اسمها ايه? لود زو مايو. حلوة اهوة. ادينا خلصنا اهو صفحة الهب. طب لازم في مين? او. لازم في مين? نفس السايكل بالزرط. طب مين يا جماعة? الانتفين في الاتنين دول. اللي بتجيناك مع العضة? طب مين اللي هتفرع في الالسر? الباسوجينيك يعني. طب مين يا ابني الدياجنوستيك? لو هاخد من الالسر? هلاقي الاماستيجون. لو هحطها في مزرعة هلاقي البرومستيجون. يبقى الاتنين دياجنوستيجون. في اسهل من كده? طب هي بتيجي الالسر مباشرة هي تبقى التكاية. لا مش على طول الالسر. بص كده معي. بتبدأ الاول با حتة ببيول صغير كده. خليك معي سمحت عالبول. انت بقى خالص. يعني ايه ببيول? يعني حتة افة فوق الجنس. طيب ده ببيول. تعدي مدة ما تخصناش خالص وتوزد في المدة نية. يقوم الببيول ده يكبر ويبقى ديبر وليه ساعتها اسميه نوديول. ببيول ثم نوديول. تعدي مدة في منتع الاهمية المدة ده جاي بقى. المدة دي خطيرة جدا. يقوم النوديول ده يتهد كده يتحول للمنظر ده يا دكتور. ايه دي يا ربس انتها في الاخر? دي القرحة او الالسر. اللي اسمها عندنا واسمها عندهم شيكل او شيكل رو السر زي ما ايجي وقتها اقول لك يعنيها. طيب يبقى الاحداث ببيول ثم نوديول ثم يا شباب ثم هي. طيب. الالالسر دي تفتكر مكانها فين? في مكان العضة. والعضة بيبقى فين? الوش والاطراف. طيب. الالسر دي كوب من الالسر بتاعت الانتميبية ستوريتيكا اللي بتاعتها واحس. بس مش تقول فلاس كده عشان ما لا اخبطش. نقول عليها زي مكتب كاتب بوركين وشي. شبه البوركين يعني. لكن نفس المواصفات. الابنينج والبيز اخبارهم ايه? نارو نخليها اندرماينج عشان تركز. ايه دي? اندرماينج يعني فارشة قوي تحت الجلد كيف. فهمتوا ولا لا? يبقى نارو اوبنينج ودي الاندرماينج نفس المواصفات الخرحة بس دي في الوش. تانيك في الانتستن. صح? ودي اللي عملها الاماستيجون. لكن تانيك العملها مين? انتشي فورمو في تروفوزوية. فاكرينج? ايه بتاع الالسر دي? هناك كان تروفوزوية في الانتستن. هنا مين اللي عملها? لو مين ده? الاماستيجون. بصة حرسيمه فين? الاماستيجون. نفس اللقم ونفس السبب. قاعد عند الاتج الحافة بتاعة القرحة. مش قاعد في النص في الزبالة. سمعيني او ده لا? قاعد فين? عند الاتج بتاعة الالسر عشان يقعد يمزمز في النورمال تيشو. فمين يا شباب? يبقى مكانه هنا. تحت? الاماستيجون تحت ولا فوق? طيب. يعني انا لما اخد عينة بقى عشان اشخص. اخد من على وش الاخص هو كده? ولا غوت من دوة? اغوت واخد من ايه? من الاتج من جوه. طيب. الالسر دي فيها ميزة وفيها عين. ونبني انت سامع بقى عشان دي خطيرة اول. ايه ميزة دي? فراسر فيها ميزة. طب ناخد العيب الاول. العيب انها ما تشوفه على بره عالشارع صح? يوم يحصل ايه? بكتيريا دينفكشن. وانا اتفعت انا وانت اتفاع من اسبوع ان البكتيريا اعنف بكتير من البرازايز في افراز الانزاين. فالالالسر دي يا دكتور مع المرور الوات بتقعد على ما تخف. وكور ده انفكشن. مستلاقي ايه الاسر عاملت زي? بقى تعمل تدهوف وش العيان. ينهاري سويد. وبعد ده بشيما كده بس بقى تلاقي ايه بقى عامل كده اهو. مين يا شباب? بقى ده الاسر بالمنظر ده تقريبا كانت تخده كله وخدت رائقته كده. صح? انها عملتها وسع طول السنة. لكن هتخف. طب المنظر البشع ده لما يخف. هتسيب نورمال سكن? ولا هتسيب سكار? ادي عين. هتسيب سكار. طيب. ايه المنزة بقى انه حط عليها مربع كلمة دي. يعني العضة الاولة هي العضة الاخيرة. سمعيني يقول لها يا شباب? يعني ايه مش فاهم? يعني انا لما جيني مرة مش هتعض تاني? لا هتتعضي ميت مرة تاني بعد ما تخف. لكن مفيش اعراض. ليه يعني? ليه ونالنكروفاجس لتبقى على طول وهيجا في دم العياني وجهزة. طول ما هو في منطقة الانديميك دي. اول ما يتعض والبرومستيجوتي ييجي يخش على الكلف كله يتعضي. فاهمين? ده مدى الحياة. يعني هي القرحة الاولى والسكار الاول ده مش هيتكرر في اي منطقة تانية في الجسم مع ما اتعضيت الف مرة. ودي ميزة فيها. فاهمين يا شباب? ما دي لو ما بتعملش كده كان زمان ايه كل اللي في منطقة الانديميك تتحول لكائنات من كواكب تاني. صح? ولا لا? كله سكارس سكارس. صح? هي الحتة هيو خلص مش تاني. بس الحتة زبالة بقى? لازم عني التجميل. انها تحرقت فعلا. اتحرقت اوه زي جيبت ميط مرور. بس احتاف وشي. ما هميط مر. صح ولا لا? بس احتاف وشي من دول. حرقت. هديت وشي يعني. طيب. خليك معايا بقى. الصفح اللي جاية دي مهمة جدا. اللي هي ايه الاشكال بتاعة الالصر دي? ملنابن لانتبقى ساسمي. انسى ورق خالص خليك معايا برضا. مش احنا قلنا عندنا في العالم القديم تلعب انواع نشمانية? ترجل. واحدة ميجور ميجور. واحدة تروبيكا واحدة اسيوبكا. انسى اسيوبكا شوية. هدي اول اتنين دول. مين ومين? ميجور. وايه? اهوم. نكتبهم سرعة دي وبعد اهوم. نمسح بس الهصة دي. عشان الحتة دي هي اخر اهم حتة في الحصة القرارة. الاخر حتة بهمة يعني. وبقى يكون هقولك اسبيفور وروح. ادي يا دكتور هعمل خط كده. واقول لك هنا نوعي. لا مش هينفع كده يا سمحت. يبدي بقول لك حتة بهمة وهنخلصها ونروح. نوعي الكيوتينياس لشمانية. فاكر لما قلت لك ايه ده الاول? ده بيقول. صح? ومين ده يعمل حد? نوديول. ومين دي? الاسر. قلت لك المدة من ده ده تظه فيه. انما المدة من ده دي في منتهى الاهمية. دي. دي. هي دي اللي بتحدد نوعي الليشمانية. اسمع بقى. انصر في عيان ليه حصلت بعد بسبوع فقط من النوديول. عيان تاني لقى الانصر دي حصلت بعد النوديول بسنة. اذا في نوعين هم. نوع حنين على عيانه بيقعد معك سانا على ما يقلصرك. ونوع ابن كلم. بتاني يوم وصوف تروح ايه? فحيت لك ويشنك. صح ولا لأ? يبقى عندي نوعين من الكيوتينياس. واحدة اكيوت. واحدة كرون. اه اهو يا عم. ادي واحدة اكيوت. واحدة كرون. ايو عم برضه بصي ولا وانيه رفني. يا ابني خليك معي انا. خليك من اهو. اكيوت وكرون. فهمت? ده على حسب ايه? انا السندومة حسب ايه? انا حسب المدة. ما بين النوديول والالصة. المدة لو سريعة جدا يمعه. لو براحتنا يمعه. يعني انا سميت دي اكيوت علشان فيه رابد. رابد ايه? الصريش. لكن هنا فيه ايه? الصريش. صح ولا لا. طيب. دي بقى بنسميها دراي طيب. ودي بنسميها طيب. وايه عم ده? اه سرر اكسر. اه اه اكسر. انا انا ايه? اكيوت? اللي بقى دي سميها ويت. بريكم معي او سمحكم. طيب. ودي دراي طيب. ليه سميت دي ايه? مبلولة يعني? بحاجة اسميها مبلولة? لا. فيها كتير جدا. يعني تدوس على الالصة كده تروح. ده اعفوش. مليانة ايه? تخر يعني. يبقى في ايه? ميني? لكن دي بسميها نشفة لانها تدوس على الالصر كده. يتمقط يا ما تنقطش خالص. نقطة يا بلاش. يبقى ده اسمه ايه? ليتل دي ستشار. يبقى دي اسمه ودي تفسيره. ودي اسمه وتفسيره. ودي بقوم الورق شوية. اكيوت ليه? رابد الصر. كرونيك ليه? ليه? ليت الصر. مبلولة? لا مش مبلولة. ويت. طرية. عشان? من السلشار. طب دراي ليه? عشان ليتل السلشار. طب بص بقى اللي جاي دي. دي منتشرة في المناطق الريفية او الكراوية صح كده. لكن دي في المناطق الحضرية او متحضرة. طب ودي فرق معنا في حاجة. هنا في ساند فلاي في ميل وهنا في ساند فلاي في ميل. وهنا في بنا ادنين وهنا في بنا ادنين. انما هنا مليان ريزرفوار هوست. اللي هما الوطط والكلاب والفلان وعايشين معاهم في القرية. صح? عايش في وستين. انما تموتها الحضرة لها. مفيش ريزرفوار هوست. يعني هنا الساند فلاي احسن لها واسهل لها. تنقذ العيان البناء ده من مرض من ايه? من الحيوانات. لكن هنا مفيش حيوانات. هي والراجل بس. يبقى هتاخد من فلان تديها الفلان. ومن علان لعلان. فهمتو? يعني هنا المرض بينتقل من الحيوانات اكتر لبناء ادمية عن طريق الحشرة. انما هنا يا دكتور يا ابن ردو علي. بينتقل من البناء ادمين لاناظر بناء ادمين عن طريق الحشرة برق. فهمتو? يا ما قدر اسمي هنا زنودة? طب ايه عكسها بقى? يعني زنودة اصلا. يعني صح? طب هنا بقى فرمان ثمان. اسمها ايه الكلمة دي ان ثرو بو نوتيك. كل كلمة فصل ظهارك. اما ليها اربع اسمان. صح? واحد اكيوت. ليه ابني اكيوت? طب ودي ايه دي مبلولة? اما انا تنزه وتشوره وارفانة. ليه تجراي? دي رورا ليه? عشان مناطق ريفية. دي اوربان ليه? مناطق متحقرة. طب دي زنودة ليه? عشان فيه من هناخد منه ممرض. دي انفروبروتك ليه? عشان ما عندناش ايه? هناخد مان تومان ترانسنشن. في الدنيا ولا لا? ادي نوعي الاساسيين. بالمناسبة مين بقى بيعمل الاكيوت? بص اسم على مسمى. جامدة تبقى الميجور. اللي شمانية ميجور. لكن دي ليشمانية دكتور تروبيكا. ايه دي الفرق من الاتنين. الاتنين ما صارهم واحد. بص ادي اتلافات. فاهمين? ايه الاثيوبيكا بقى دي انا? دي واحدة قليلت الادب. ولما قولك قليلت الادب بتاع رقلتون انها يعني بتستغل نقص المناعة. اي عيان عن سوات دي او دي او حتى الاثيوبيكا على طول المرض بيبقى وش بيبقى النوديول كده مطرح العضة وبس. ده النوديول بيبقى العضة هنا هو. وتلاقي النوديولز في كل الوش. والجسم كله يتميني النوديولز. بقيمتوا ولا لا? حاجة زي كده. عشان كده بقى دي اسمها بيبقى بارتو اقصر? او لوكاليز كيوتينيس لشمانيز ولا دفيوز? دفيوز كيوتينيس لشمانيز. ايه الكوز اللي خلى الكيوتينيس بقى سيفير وعين في الجسم. صح وده لا? طب الراجب بقى بتاع دفيوز كده. بتاع دفيوز. اللي منعته وقعه قريدي قبل ما يتعبط. لو عملنا نو اللي شمانين تست. هيطلع بسطيب ولا نيجاتيب? برضو هيطلع عني. يبقى النهاردة فيه كيسز. اللي شمانين تست من دي فولس نيجاتيب ريزل. مين ومين? الفيسرة اللي شمانيزز بصفة عامة? والديفيوز كيوتينيس لشمانيز. والنبي اللي انت حدث هاتف محوظة على جنب. اكتب عنوان كده بيه لك. ده سؤال على طول. لح على جنب كده حلو وباين. مش تحشوها ما تنساها وانت بتذاكر. حال كبيرة كده هو. ده سؤال على طول. اكتب بقى العنوان. لشمانين انترادرمال تست. اكتب العنوان يلا. لشمانين انترادرمال تست. لشمانين انترادرمال تست is false negative in. لشمانين انترادرمال تست is or gives false negative in. ايه? واحد. 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 اتنين. اتنين. ديفيوز كيوتينيس ليشمانيز. يبقى ليشمانين. رغم ان العيان عيان فعلا. لكن اللي شماني هديك negative امه اتنين. وايه اللي جامعت حالتين دو? خد بيهم قوس كده علشان دول اتنين منعتهم بايزة. التشخيص. عشان اشخص المارك بتاعي ده. او ربنا ولك التشخيص. اسمعني بقى. ايه شكل دي? راحت فيه? اهي. والنبل انتبسسلي وانسى بورقة خالص. انا قدامي five minutes max. اسمع رب. كما ازاي? هيتورطوا وانتبسس في حتة تاني. انا مستنين تروسل. بص لك. احنا عندنا سمينها ايه? او رينتل سوره ايه السبب اللي وديه اللي عملنا عشانه كده? انها عندنا احنا اللي مبتدعينها اصلا في الشرق الاوسط. صح وده لك? مالساندفلاي دي اكتر مكان بتحبه كان في صحراء سيناء. مليانة ساندفلاي. عالتالباد وكلهم عندهم اللي ايه? الهباب ده اللي في الشرق. بسبب الساندفلاي. المهم. ليه بقى في المكسيك سموحة تشكل انسر? هي هي نفس المرة. مش مرة جيتوا على حاجة. طيب. ليه بقى? بص يا رجز. فيه في المكسيك حاجة في الامريكا هتنقص في عامة. مزارع اسمها تشكل فيلز. مزارع تشكل. فيها شجر اسمه تشكل بريز. بيجي الفلاح المكسيكي اللي بيسموه تشكل جامع للتشكل. ايه عامل تشكل ده? يروح جايب المنشار وينشر الخشب بتاع الشجرة. ده مش في السمار بتاع الشجرة. ده في الخشب بتاعه. ينشره بالنشار. يطلع مادزة اللي هو حياء كده. ماشي? هي دي بقى المادة الغريبة ديا. المطاطة دي هي اللي اسمها تشكل. اللي بيتصنع منها اللي بقى. مش يومها اسمها تشكلت? وها جامل زيفتة ده. ماشي? اللي بقى والمطاطة والاساتيك واي حاجة تشدها هتكساعة. كل ده عن الشكل. ماشي يا دكتور? طب ايه علاقة ده برضو بالمرض بتاعنا? مين بقى بيحب ينام ويبيض? يا رحمان. يا حبيبي. مين بيحب ينام ويبيض على ولد الشجر ده? الفيكتور. الحشرة اللي اسمها هي اسمها ايه في المكسيك? في الفوتماس والو الزواني. الزواني طبع ايب عليه العلم حديث. طيب. اعدى نايمة في امان الله. هي او جزهة وعيادها. فين? على ولد الشجر. يجي الفلاحة الرخم ده تشكل كليكتور. جامع اللبان او جامع المطال. ويقعد زو زيزو. شدان بها تحت ايه? بالشجرة. تسحى بقى اناك تشعرها على الصدن. ايه لاب ده? ممتح? تلاقيه. تروح تنطى هي وجزها وعيادها على فان. وتروح انامي الايه? بالمرض. يبقى افطر ناس هتتعلي بالمرض في المكسيك هم الايه? الشكل كليكتور. او ده سؤال غريب. امتحال في انتوا. مش لي? يلا يابن. طيب كده خلصنا الحتة بتاعت المرض التاني. الفاكر هنا كان فيه مرض تاني ده همال كده? هو كان اجل كده في الجيز? لا لا مش هنفع كلمة اقول بس بس بس. ايه كلمة? ده هو كلمة صغيرة اسمها ميوكو. فاكر كلمة? فيوتينياس اشمن ايه. ده مرض خطير جدا. هو بالضبط المرض اللي باشرحه ده. بابيول نوديول ألسر. بس الألسر مش هتستقر على ألسر. بص يا دكتور هو ده المفترض يعني انا كده من برة. وده بقه من جوه. دي سنانه هنا هي. ماشي? الالسر هتبقى ديبر 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 لحد ما تبقى كده. هتلاقي فيه شارع تفتح من برة على جوهات من جوه. يبقى ده كال الجلد فقط? ولا دخل اكل كمان ميوكو سمين برنس? تضطوا عليه عشان اخلص? ده مش كده هو بس يخش بقى يكمل على جوه ما دخل فليسة جوه. ربقلك جنب الليسان كده. واكله خالص مطيره. ده العيان ده نص لسانه. نص مصان من الجنب. او لسانه محروف محروف وكزا حتة. تاكل الجنب. تاكل الصوفت بلد. تروح خارن بلد خارص ده وطرح ملاخيرك. ودأكل النيس ده سبتة. وعين تطلع بره تاكل ايه? الملاخير كلها. وهين تروح واكلة الودان? واكلة الجفور. انا مبهزرش والله. لما تروح. لو انت ده واتروح نهاردة. حط على جوكل كده عالصور بقزة ما بقول لك باستمرار. ميوكو كيوتينيس اسمها بالمناسبة البرازيلي اسفانديا. ايه الترجمة الله عالم? اسفانديا. اسفانديا بالترجمة التي بتاعت ميوكو كيوتينيس لشمانييزي. حط وقل له فرجني. اصحاب القلوب اتضعيك هم ما تفرجوش. وهجيب لك نماسك من الصور دي. اول ما تشوفها تلاقي نص النص باصل في الارض. هذا المنظر لايه احتمل. زي اخلما نروح بس بجد بقى. طبق اول بل انا بشايف النفر بتاعه. بشايف سنانه. آآ عينه طاعة الوحدة من غير بفون. فاهمني? مناظر في مونتال. واحد من غير مناخير. مش من غير مناخيني عشان له كده فيه خرم هنا. لا دي خرم حبيرة كده وفيش مناخير. بمناظر. ساب نفسه. ساب نفسه. ما تشوف بزارش. ديك معايا بقى. السؤال بقى هنا. هل المرض ده خطير عن الكيوبينيس العادي? ولا ما فريقتش مقاوة جده وخل. ايه انا مالي خرمت مناخير ياه. عنه نفسه. ايه مشكلة. اه? طبعا ليه? عشان انت فتحت وشه. وفتحت الانفاتيس بيسلس. وفتحت الايوة البرات بيسلس. عمتالك سبوش على الشارع. يبقى اسهل حاجة هتقتل راجل ده سيفير سيبتسيني. صح ولا لا? هتجيب اجله قبل المرض نفسه ما هي بالحاجة. يعني هو لو فضل على كده محاروة او خلاص مش هيموت. لكن مشكلته ان انت فتحت الخراطين كلها عالشارع بره. صح ولا لا? فايه الكوزور ديس المرض نفسه هنا? لا ده السيبتسينيونيومونيا والساكندري باكتيرين انتكشن. يبقى لو قالك انت الريد. ليه الميوكوكليوتينيوس اخطر من الكيوتينيوس. قوله ليه? عشان السيبتسينيونيومونيا والساكندري باكتيرين انتكشن. اخر الكلمتين بقى جرست وراجع اللي فات. لما حب اشخص المرض بتاع الجيد ده. فيه اختلاف عن الكتاب كتب كده. انا مزولتك كلام وكتب تاني عشان تقرى تاني. يعني الكتاب كتب لك وخلاص. بس الحاجة هو العيينة هدفك انا اخدتها من ليبروس بليم مره لنفنوني. عشان ده كان بسر ديشنينيين. هنا اخد من ايه? من ايه يعني? من بطرحة. اخد من على وش الافص ولا من دوه? من دوه. فيه سؤال بقى. ليه من من دوه. عشان البرازايت قاعد جوا. على فكرة فيه برازايت قاعد بره. لو داخل يجري على جوة لسه. طب ليه ما اخدش من بره ولا ايه? لابن بره? بره على الوش? مليان ساكنتري باكتيريا. والبكتيريا مفترية. بتغذل البرازايت نفسه على سطح الالسر. فلو خدت من سطح الالسر هتلاقي ديه البرازايت مش هتسيبه مش هتشوف حياتك. يبقى ها اخد من على وش الالسر ولا من دوه? من دوه. واعمل نفس الخطوات بالحرف اللي فات. سؤال تاني. في عيان كيوتينيس كيوتينيس عادي. اللي هو واحد او اتنين. اللي هو ده او ده. يدي طبعا بوز التفعات. لان انا مقربتش من جهاز المناعج. لكن مع الديفيوز كيوتينيس يدي لان انت اساسا موقع المناعج. فهمتو او لا لا? طب يا دكتور. العلاج يا ابني لو سمحت اكابل معا. نفس الادوية. بس يستحسن تديها زي ما بتديها دورة لو اديها حق حقنا في القرحة نفسها. مش كده اريح واسرع. يعني احقل له ايه الدواء نفسه اللي اسمه في القرحة نفسها. او مش عارف مش عارف عمالة توسع توسع توسع. ارحالها زي دي? يا عم شلع خالص بجراح التجميل وخط جرافت. وهي بتبسع كده. صح ولا لا? او مثلا خدنا احنا في النيماتوت حاجة اسمها كريو ثيراميو. لو ارش بالتجميل ارش عليها كاربون رايوسايد سنو. تقوم تجمد الانسر بالبرزات اللي هوها. في المتاني ولا لا? طيب دي بالنسبة لي العلاج. الكنترول هو هو. لحظة وحشا فيه كلمة خطيرة في الكنترول هو لا. اخد كلمة خلاصة. انا عالج البناء ادمين ونقتل الحشرات ونقتل الروزروفار هوست. وفيه بكسينزة انتر ترايالز. تصدف الكلام ده كله. اخر واحد. اللي هي بصي غلاها كده. اميونيزيشن او اكتف اميونيزيشن. او اكتف اميونيزيشن. او اكتف اميونيزيشن. ايه الكلام لحبا ده? الاماكتن غير مكشوفة. دي كونسيز. دي اه المغلة. لأ والنابل انت سامع دي بقى. والنابل انت سامعيني. انا بقولك انسي بقى فلس الكلام ده بقى كله ما امني ليك. المتاع الحشرة المنتشرة في عند البدو. البدو بقى هناك خبرة بالموضوع. عاو في اني الاول عضة دي هتعمل قرحة وهتعمل سكار ونيلة اوه صح ايه هو هتسويه? لكن مهما تتعطي تاني. نفيش هلصات تاني. مش هي بتدي الصولد اميونيزي فور لايف يا مهندس. صح? فالراجل هناك فاهم الفيلم ده. الراجل اللي البدوي عنده سبعين سنة وعشرة مع ساندفلو. عنده ثلاث بنات اماميار. والثلاثة قرروا يتجاوزوا. عدوا بقى الى 12 سنة خلاص? صح ولايف? عايزين بقى يتجاوزوا. خليك معاي. واحدة منهم يعيني جلحة العضة اياها تحدها. اما حصل ايه? القرح. هو عارف خلاص. دي هتريح جنب امها فور لايف. لان ما فيش انك عاملية تبينه الكلام ده. دي اتشوئت خلاص? صح ولا لا. وهي مقلصرة ومفتوحة وبتنز كده اللقيم يعمل ايه? يجيب حتة قطنا كده او شاش ويغمس من الالسر. لقيم مش من على وش الالسر من جوه. يعني عايز ليفنج برا زاية لقيم ده. بيجي عند البنتين يتيني بسه متعدوش. حتة كونسيل دي بقى حتة متغطية كوع مسلا كعب. وروح شار الشرطة بموس كده مغلي عشان مطهر يعني معقل. شار الشرطة في ايه حاجة يا جماعة لو سمعتوا عنها سيديما شوية اسمها التطعيم بالتشريط. هو كيف? شرطتين في الكوع او في الكعت. من حتة متغطية. صح ولا لا? ويروح جايب التغميسة الحلوة ومنخد البيت العيانة ويعدل بنتين في الكوع او الكعب. قصده ايه? عايز يديهم? لا دلاقيهم. فهو عارف انهم هيتقلصروا. ويقعدوا يصواتوا. اي ومش اي طز دي فيك والاية مش مشكلة. المهمة ده اخلص مني. حال ايه? هتقلصر وهتعمل اسكر في كحة او كعبها. اي حتة متغطية وخلاص وايه? وسلام. صح? هو عارف بقى. لو قعدت خمس ست ستين لسة متجوزاتي. واتعضت فيهم عشرة تلاف مرة. هيحصل حاجة? لا. واشيكا او? خليه مرتع للحشرات. ولا الهاو. صح ولا لا? ييجي بقى لنتين ايه? واحد داخل يخطب. طبعا بدوي يعني هي الحتة دي بس كده اللي بعينها. اه يا برينس. يقول له. يقول له ايش طي يا عمي? يروح لك. بنت الدخلة. ايه نهار اسمي. ايه ايه نهار داما مش دعوة. الساسمي يا شباب. همينايزيشن. او ده بنتين ببطر. هشوفكم في طاعة كبيرة يا نساء كايب.